لا أجرى نبغي لا وساما لا صدا هي خطوة هي خبرة ورفاق وصارت تطوى وعية هو وسيلة ولأجله عزم لنا دفاق حب يعني بالناس اللي حضرت معنا المحضرة ربنا يجعل فزحاتهم وإن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نهاردة هنتكلم على برنامج ريفت امي بي بداية يعني أرحب بكل الناس اللي شرفونا وجم حضروا معنا المحضرة تابع ملتقى الدهارين أكادمية ملتقى الدهارين لتعليم المجانة عن بوعد وإن شاء الله بإذن الله تكون محضرة سهلة وبسيطة وما فيهاش أي مشاكل بإذن الله الله يا كريمك روش فانس ديوء إن شاء الله نهاردة هنكمل مع بعض برنامج ريفت امي بي إحنا خدنا إزاي نعمل سيستم وكلامنا مع بعض عن برنامج ريفت وشوفنا مع بعض إزاي نشغل كلها مع بعض بموضوع سينكولولزيشن إنه يبقى كذا واحد شغال على نفس الملف وشوفنا إزاي نعمل موضوع اللينك وشوفنا إزاي ممكن شغال على مقفل واحده النهاردة إن شاء الله نشوف مع بعض موضوع مهم جدا إنه هو موضوع الإسكادولات إزاي نعمل الإسكادولات الإسكادولات طبعا بتفيدنا جدا في موضوع الحصر بتفيدنا في موضوع الحصر يعني ده وقت عمدي شغل كتير وعايز عبدأ أحصر فموضوع الإسكادولات بيبقى بسيط جدا وسهل جدا وبيعمل لي موضوع الحصر بترية جملة جدا في الأوتوكاد كان الحصر بتعمل المانوال ولو أنا غيرت أشوفات الشغل بأضطر أعمل حصر مقاوي جديد بش بأعمل حصر الجزء اللي تغير بس لأ ده أنا بأضطر أعد إيه الحصر كله في الريفت هنا لأ بتلاقي إن أنا ممكن أعمل الجادول قبل ما أبدأ الشغل يعني أنا ممكن أعمل الجادول فاضي خالص وكل ما ضيف حاجة أبصة إليها اضافت في قلب إيه في قلب الإسكادول فطبعا فيه فرق كبير جدا بين الاتنين تمام؟ طيب هنبدأ عندما نعمل السكرين ونشوف الإسكادولات ستعمل ازاي ستارت سكرين شيريه تمام؟ هذا هو برنامج الريفت والرسم فيه سهل جدا إن شاء الله ما فرش لدي مشاكل خالص طيب لأنا دلوقتي عايزة أعمل حصر أو أن أنا أعمل إسكادول ممكن ناجي هنا دي طريقة أن أنا ناجي هنا من إسكادول هدوس كليك يمين هقوله إيه بيجيب لي قائمة بالحاجات اللي أنا ممكن أعملها حصر تمام؟ ولكن مثلا نختار دي حاجة من ضمن الحاجات اللي أنا ممكن أحصرها أقوله إيه أوكي بيبدأ يجيب لي خانات اللي أنا ممكن أعمل فيها حصر دي بيقول لي الخانات إن ده ممكن تحصر الحاجات دي كلها تمام؟ فأنا بختار إيه الحاجات اللي أنا عايز أتنظر معا في الجدول عامكم مثلا أقوله زر اللي الكوست الكوينت أشوف إيه الليفل هي موجودة في قليل أبدأ أشوف مثلا الطيب نيم أو الطيب مارك الفولتش هتشوف إيه الخانات اللي أنا عايز أعملها تمام؟ أي حاجة أنت عايز أحطها ممكن تدوس بس على مراتين تيجي هنا أممكن أعلم عليها تعلم علي واحدة بقوله add هتضاف عدي هنا بقوله إيه أوكي تمام؟ طيب هذا الحصر دا اتعمل لي هو اتعمل حصر المشروع كاملا أنا مخطش ولا خطوة ما بدأتش أحصر يده ما بدأتش أبص على الرقاب إذا مجرد بس أن أنا جيت على schedule ودست click يمين والطول new schedule الحصر تعمل لي تمام؟ أو ممكن أجي من قائمة view ممكن أجي من قائمة view هاجي هنا أقول له schedule هجيب لي نفس الشاشة أبدأ أختار أنا عايزة أعمل حصر إيه يعني ممكن أقول له أنا عايزة أحصر حاجات بتاعة البيب مش electrical وأقول له أنا عايزة أحصر مثلا plumbing fixture وأقول له أوكي بيقول لي إيه الحاجات اللي عايزة تحصرها أقول له مثلا أنا عايزة أحصر مثلا family family type عايزة أحصر model عايزة أحصر أي حاجة أنت عايزة تحصرها هتبدأ بقى تختارها هتبدأ تشوف إيه الخنات اللي أنت عايزة تحصرها تمام؟ هتقول له أوكي هيبدأ يعمل لي الجذول في كل الحاجة الموجودة في قلب المشروع ماشي؟ طيب هرجع للجذول الأولين طيب الجذول هنا لو بصناله هلاقي إن هو بش آآ ما ينفعش نسلمه ليه؟ هو هنا عامل ليه؟ هنا حاصر كل حاجة لوحديها يعني أنا مثلا عندي لمبتين في قلبه قوضة حطت كل لمبة في سطر الوحدة حطت كل واحدة في صف الوحدة تمام؟ فطبعا بالشكل ده بشي هنفع فإحنا محتاجين نعدل على الاسكادول نعرفنا كيف نعمله ببساطة وعايزين من نعدل فيه برضو ببساطة ده أنا أعمله هاجي الليجنت هاجي قصد اسكادولات كليك يمين واختار نيو اسكادول أختار نوع الاسكادول اللي أنا عايزه وهي اسكادول اللي أنا عايزه اختاره مثلا مكانيك اليكيوب منت أقول له اوكي وأبدأ أختار الخانات اللي أنا عايزة أحطها في قلب الاسكادول تمام؟ طيب أنا دهوقتي عندي مشكلة في الجادول ده عايزة أبدأ أضبطه يعني عايزة كوست دي مثلا تبقى تاني واحدة باش أول واحدة عايزة الليفل دي مثلا تبقى هنا عايزة أبدأ أضبط الجادول ده هنبدأ نعدل فيه ببساطة بحيث ان هو يبقى شكله مقبول ازاي؟ عايزة أشوف الخاصات بتاعته طيب أجيب الخاصات بتاعته ازاي اللي هي مش موجودة من قامل view فاجي هنا وأقول لوزن انترفيس وأروح مختار البروبرتس طيب صارت معي لما باجي بأدوس هنا بلاي حاجة بتاعت خالص ما فيلد وفيلتر وصورتنج وفورماتنج وأبيرانس هروح دايس قدام أي واحدة فيهم هطلع لنفس الشاشة اللي كانت موجودة المرة اللي فاتت تمام؟ ودول نفس الخامسة اللي موجودين هنا يعني ممكن ادوس مثلا على فلتر هتظهر لي الفلتر هنا طب خلنا في الفيلدس تمام؟ انا مثلا عايز ابدأ ازبط عايز اخلي مثلا الكوست دي تحت خالص هلو موف زوين هنزل بها تحت عايز حاجة فيهم اشيلها الواتش مثلا رح دايس على مراتين شيلها عايز ازود حاجة رح اقول له مثلا طيب مارك زودها لي زود لي المارك يعني أي حاجة انا عايز ازودها هدوس على مراتين هتزاد هناك تمام؟ طيب او ممكن ازود برامتر يعني ازود برامتر روم نيم دوت. عبارة عن ايه؟ هل هو طبع التكييف ولا الالكتريكال ولا وايبينج ولا كومون؟ لا كومون حاجة عامة. طيب عبارة عن تيكست؟ ماشي تيكست. حط في ايه جروب. ابدأ اشوف مثلا ممكن احطه في جروب اللي هي جنر. اقول له اوكي. هتبدأ تضاف عندي خاصية اسمها روم نيم. ابدأ نكتب روم نيم دي بنفسي. تمام؟ ممكن اقول له اد برامتر. واضيف مثلا كمية الكهرباء مثلا لو هي مش موجودة. اقول له انا اريد حاجة في الالكتريكال. ابدأ اشوف ايه الحاجات اللي ممكن هنا. يعني مثلا كمية الوقت مثلا لو هي مش موجودة. اااا اليمين. مسلا. وراح اطيتها مثلا بخاصية. اسمها مثلا اليومين. ده لو انا عايز ازود اي خاصية. يعني انا عدلوقتي عندي اسكادولات في الشغل. فيها حاجات مش موجودة في الاقترارات اللي قدامي. اروح اقول له اد برامتر. واضيف البرامتر اللي انا عايزه. بس لو انا ما اضيف. ابصها على الجنب هنا. عندي نوعين. حاجة اسمها طيب. وحاجة اسمها instance. طيب يبقى للنوع ده كله. للطيب ده كله. يعني لو انا عندي كذا كشاف كلهم لهم نفس الطيب. يبقى مجرد ان انا غيرت الخاصية في واحدة فيهم. هتغير في كله. instance يبقى كله عنصر خاص لنفسه. تمام؟ يعني لو انا غيرت الخاصية في الكشاف الاولاني مش هتغير في الكشاف الثاني. يعني الطيب ده مسلا شدة الاوضاقة. اللايتنج اكيد كل الكشافات مدام كله من نفس النوع لهم نفس شدة الاوضاقة. instance موجود في اعني اوضة. طبعا كل كشاف ممكن يبقى موجود في اوضة شكل. فانا ما اخلىها instance عشان ابدأ اختار كل واحد فيهم هيبقى موجود في اعني حتة. تمام؟ طيب اقول له ايه؟ اوكي؟ هيبدأ يضاف عندي الحاجات ديه. لو في حاجات يشيلها اقول له delete واشيلها من هنا. تمام؟ وعند حاجة كمان اسمها calculated value. calculated value يعني ايه؟ يعني هدف كيمة هو يحسبها. يعني انا عندي معادلة مثلا. اقول له ممكن اقول له ايه؟ خليلي المعادلة ديه. مثلا. اقول له اللمب. شوف لي اللمب بكام. واضربها لي في ثلاثة. دي معادلة. تمام؟ اضربها لي في اثنين ونص. اسمها لي في خمسة. اضربها لي في الكوست. تمام؟ دي كلها معادلات انا بحطها. وضع ايه اس من عايزها. اقول له اوكي. دي كده معادلة اضافات لي. في قلب البسكادول اللي انا بعمله دلوقتي. تمام؟ فدي اول حاجة اسمها فلدس. فلدس دي بعمل فيها ايه؟ بزود خنات. او اشيل خنات. او اعدل. يعني ممكن اجي هنا edit وارح معادل في الخنات ديه. او ممكن ادوس delete واشيلها. او ممكن اقعد ترتيبهم. كل ده من قائمة اسمها فلدس. لو دوس كده اوكي. هلاقي ان الحاجات بدأت ثلاثة وفيه بدأت بعض القائمة تضاف اللي ايه هنا. طيب. لو دست edit تاني. وغيرتنا انا عايز فلتر. او بيقول انت عايز تعمل فلتر يعني ايه؟ يعني انا مش عايز كل الخنات دي. ده هو عايز في الجدول عايز level 1 بس. مش عايز level 2 ولا level 3. لو انا بسيت في الجدول تحت كده. هلاقي في level 2. موجود. تمام؟ طيب انا عايز level 1 بس هو اللي يبقى معايا. اعمل ايه؟ هقول له فلدس. وراح مختار فلتر. اقول له اعمل لي فلتر بالليفل. انا عايز الحاجات اللي level. بكل ما بتاعتها بسوي level 1. يعني هبص في الجدول. لو لقى level 1. هيختاره. لو ملوش مش يختاره. تمام؟ اوكي. تمام؟ هبص كده في الجدول. اه. level 2 اختفى واي level تاني اختفى ما فيش غير level 1. تمام؟ ممكن ارجع تاني. فلتر. واختار حاجة تانية. ممكن اقول له doesn't equal. يعني اعرض لكل الحاجات معادة level 1. هلاقي اللي ظهر لي اي level تاني معادة level 1. تمام؟ ده بالنسبة لفلتر. بابدأ فلتر الحاجات. يعني ممكن اقول له. equal doesn't equal. اللي اكبر من كده. اللي مش اكبر من كده. تمام؟ فده ده انا بفلتر بيه الحاجة. اقول له non. اوكي كده الحاجات ايه. كلها موجودة معاي. طيب. برضه نفس المشكلة لسه موجودة ما عربتاش منها. اللي هي ايه؟ اننا عندي كل حاجة. موجودة. اه. لوحدها في صف الوحده. انا عايز كل كمية متشابهين. يبهون موجودين في القناة الوحدة. تمام؟ طيب اه. ممكن اقول له مثلا. edit. واختار Sorting and Grouping Sorting and Grouping بواجه هنا اقول له ايه رتبهم لي حسب خاصية معينة يعني ممكن اقول له رتبهم لي حسب Type او حسب Level تمام؟ واشيل علامة Every instance Every instance دي معناها حطولي كل عنصر لوحده حطولي كل عنصر لوحده اشيلها دي كده وقول له اوكي اليه جابلي حصر الدور الاولاني وحصر الدور التاني عمل حصر للايتنج فكتشور اللي موجودين في قلب المشروع كل مرة واحدة تمام؟ طيب ممكن ناجي هنا Sorting and Grouping دي ممكن نبدأ ارتب بها الحاجات زي من عايز يعني ممكن حتى ارتبهم بعد ما ارتبهم بال Level ارتبهم بأي خاصية تانية ماشي؟ ممكن ارتبهم ترتيب عكسي يعني هنا دي ترتيب من الصغير الكبير هنا من الكبير لصغير زي من عايز ممكن اقول له blank line يعني ارسم لي خط صغير بينهم تمام؟ زي ما تشايفين كده ممكن اقول له حق كمان فوتر تحت كل مجموعة اكتب لي title والcount والtotals او title والtotal بس اقول له اوكي هليه فعلا هيبدأ يكتب لي الحاجات اللي هي بتحتها على طول Level 2 راح اقيل لي مثلا انه هو يبقى فيهم 108 Level 1 فيهم 53 انا ببدأ بص هنا في الخصائص وابدأ ازبطهم يعني ممكن اقول له ايه تمام له حسب family حسب cost خلينا نشوف موضوع cost دوت يعني خلينا نجي هنا ونشوف cost كده لو جيت هنا cost ده والطول ده مثلا دي بيت نوع 20 او ايه اللي حصل الا cost هنا معمولة type فمجرد ان انا غيرت فيها راح اقيل لي ايه كل type دوت هيبقى هياخد نفس الرقم لان هو كلهم نفس اللونت يعني مش معاولة يكون انا مسلا جاي بلمبة معينة بتاع ولامبة تانية بتاع تاني تمام طب لو جيت هنا في اليوم ان ده بخليتها مسلا 52 اه هي برضو طيب طب الروم نيم الروم نيم معمولة معمولة instance يعني انا لو جيت هنا في الديس وشوفت الروم نيم وقلت له ادت هلا هي معمولة instance لذلك كل خيانة بتبقى الواحدية طيب acoustic هت معمولة ايه او اليوم معمولة طيب فانا لما بغير في واحدة بغير في كله طيب لو انا جيت هنا قلت الروم نيم دي مسلا اه سميناها مسلا فرين مسلا دي الوضا بتاعت الفرين ماشي واحدة تانية نسميها مسلا كات واحدة تانية نسميها اي اس لا ليش معنى هنبدأ نختار شوية صوف طيب ممكن اجي هنا واختار اي واحدة فيهم هنا اقول لدي مسلا recent اقول له دي مسلا كات اقول له دي مسلا اه واحد دي يعني انا هقبل اقول له رتب لحسب الاو ده اللي عندك تمام؟ فاجي هنا في اه في سورتنج اقول له اه رتبهم لحسب الروب نيم وشير عامة دي اقول له ايه اوكي اللي حصل بدا يشوف الروب نيم تمام؟ فاجي هنا الروب نيم اه رتبهم دلوقتي او تمام؟ وبدأ يشوف لي مجموحهم كام او فاجتلا مثلا دي مثلا فيها اثنين فراحتهم كلهم في خانة الواحدية دي فيها ثلاثة اخر واحدة اللي انا سيبها فاضية في 151 احطهم هنا تمام؟ ماشي طيب لو رجعنا تاني طيب احنا فهمنا الفيلدس دي بابدأ اشوف ايه الخانات اللي انا عايز احطها في الجدول والخانات اللي انا عايز اشيلها ممكن اعدل فيها ممكن اعمل ديت موف اوب موف داوين ممكن نزود برامتر ممكن ندوس الكالكوليتس بالي وحط كيما جديدة الفيلتر دي انا بابدأ اصفي اقول له مثلا انا مش عايز من الاسكادول ده كله غير الخاصية الفلانية تمام؟ سورتينج اند جروبينج بابدأ انظامهم بابدأ انظامهم يعني اقول له رتبهم لي حسب الروم نيم رتبهم لي حسب كذا يعني ممكن اقول له بعد ما ترتبهم بالروم نيم رتبهم لي مثلا حسب الليفل بابدأ انا عندي نعم الترتيب تمام؟ سورتينج اندج رتبهم بالليبل طيب كذا احنا ايه؟ بدأنا نرتبهم طب انا بعد كده الخانة اللي بعد كده اسمها فورماتينج يعني ايه فورماتينج؟ يعني بابدأ اشوف التنسيج بتاعها يعني دلوقتي عندي الكونت ديت انا اريد اسم تاني غير كوينت هسميها مثلا نمبر نمبر وادوس اوكي اقوم بتاع اكاونت اسمها تغير للمبر وممكن اعدالها اوتوماتيك من هنا يعني ممكن اجي على نمبر دي وادوس عليك ادوس عليها بالشمال وقال له اسميها لنم نقطة اختصر للمبر تمام؟ وارجع لفورماتينج ممكن اعدالها من هنا او اعدالها من هنا او الاتنين واحدة تمام؟ طيب لما انا جيت على اكاونت قلت له نمبر فبدأ يغير الاسم طيب ممكن اقول له الكلمة دي انا عايزة هوريزنتل او فيرتيكال عايزة اوفكي او رأسي بس التعديل ده مش هيظهر معي دلوقتي يعني التعديل دوت مش هيظهر معي هنا بل هيظهر معي فيهن؟ هيظهر معي لما ابدأ احطها في قلب الشيت يعني لو انا جيت كده قلت له زر لي البروجيكت براوزر البروجيكت براوزر اللي انا بتطفح في المشروع وقلت له تعالي افتح للشيتات واختارت اي شيت دوست عليه مرتين فتفتح معي وجيت في الاسكادولات ديت وتحبت اللايتينج فيكتشر وحطتها هنا الجدول ده اللي هو كبير وعايز تبدأ تخليه على مرتين باجع على العلامة دي وراح ديس عليها اسبلت فبيروح مقاس سامل الجدول لمرتين وثلاثة واربعة لحد ما يدخل معاك في قلب الاسكادول بدون اي مشاكل خلص طبعا هو ما فيش اسكادول بالطريقة دي بس عشان احنا مختارين وضوع الانستنس تمام؟ بلاءة ده هي الكلمة بالشكل دوت تمام؟ ممكن نبدأ انظم الجدول ده يعني ممكن نبدأ اسحبه كده اي من شوية بحيس ان انا اوسع الخنات ممكن الخنات دي مسلا عايز توسع شوية اروح موسعها حق كده بحيس ما يبقاش في كلمة مقاسومة على سطرين ما يبقاش في كلمة مقاسومة على سطرين تمام؟ هدوس كنترول تيب عشان ارجع للصفحة اللي قبل كده طيب هاجي هنا برضو ألغي دي عشان نشوف الخصائص بس كده او تعالي نبصد الخصائص بقوله فورماتينج نبدأ نكمل مع بعض يبقاش احنا شو عارفنا heading orientation بقوله دي horizontal و vertical horizontal و vertical تمام؟ alignment عايز تخلي الكلام كله نحيط الشمال ولا في center ولا في الright فانا نخلاها في center كده ونشوف اللي يحصل الخانة دي خلاص بقت ايه الكلام كله في النص طيب لو انا عايز اعدل كذلك خانة ممكن نروح معلل معنام كلهم كده شفت وراح اقل له دي كلهم خلهم ليه في center اوكي هتلاقي جدد كله بقى ايه في center طيب اجي هنا format formatting وروح أبص على اول وحدة اللي هيه count طيب خلاص احنا قولنا heading يا heading orientation و ال alignment تمام؟ بالله حاجة بعد كده اسمها ايه؟ هيدين فايل يعني انا لو عايز الخاندي معي هستفد منها في الحسابات او هستفد منها في الفلتر بس مش عايز تظهر معي في الجدول اراح معلم عليها صح في هيدين فايل وادوس اوكي اذا الخاندي اختفت بس موجودة في الحسابات يعني لو هي معتمد عليها اي حسابات شغالة عادي اجي هنا واشل العلماتية تمام؟ ممكن اقول له كالكوليت التوتل يعني ايه؟ يعني احسابي التوتل بتاعها يعني شوف لدوك الكام واجمعهم لي يعني انا لدلوقات اللي عندي اي حاجة فيها جمع مثلا ان الكوست فيها جمع اجي هنا وقول له الكوست وقول له الكالكوليت التوتل اوكي يبدأ هو بقى يحسب لي ايه؟ المجموع بتاعها تمام؟ ايه زي ما انتم شايفين حساب لي المجموع التكلفة ممكن اي خانة مش لازم الكوست اي خانة مثلا احسب مجموع اطوال او كده بروح اقول له احسب المجموع الاطوال طبعا ده هتبقى كويسة لو انا عندي مثلا عايز اعمل حصر لدوكت او بايب او كول تري او اي حاجة ممكن اقول له ايه؟ احصل لتوتل الحاجات دي كلها فهو يعمل الحصر اليه تمام؟ زي ما انتم شايف الحصر سهل جدا وبسيط وهنشوف دلوقات اللي احنا لغينا عنصر من العناصر ايه اللي يحصل؟ طيب لو انا قلت فرماتينج تمام؟ وجيت بصيت على اي حاجة من الحاجات دي مثلا الكوست نبقى لها حاجة اسمها فلد فرمات يعني ايه فلد فرمات او خلاني اختار مثلا الروم نيم خلاني اختار كوست ماشي تمام؟ يعني ايه ديت الفرمات بتاعتها يعني هي دي عبارة عن ايه؟ يعني دلوقات مثلا لو دي حاجة مثلا في الكهربا مثلا بولت هتستخدم باني عملة تمام؟ هو عادة انا هستخدم نفس اليونت بتاعت المشروع بتشوف المشروع ده شغل بقى اليونت واشتغل بيها طب لو انا عايز اغيرها اروح معلم هنا صح اشيل علامة صح قصدي وابدأ اغيرها اقول له مثلا لا دي انا عايزها بالكثور اعايزها من غير كثور اي حاجة انا عايزها يعني خلاني نختار لمب مثلا او نختار الحاجة اللي هي لها فرمات معين او مرتوطة باليونت هي اللي انا نغير فيها فلد فرمات وابدأ اغير فيها تمام؟ اجي هنا وروح مغير اقول له مثلا لا دي انا عايزها مثلا بالديسيميل عايزها تقربالي اغرب عشرة ماشي؟ لو عند حاجة في الوحدات الاطوال تمام؟ لو لما نجينا عمل جادول البيب هاريها لكم ممكن اقول له في البيب اه اه اغربالي اه اه كذا او انت شغال بالمتر خلاها بالبوصة تمام؟ طيب اه ماشي نكمل وابعد كنا بنشوف موضوع ان انا عمل حصر البيب ماشي؟ هاجي هنا لها عند حاجة اسمها كوندرشن فرمات يعني ايه كوندرشن فرمات؟ كوندرشن فرمات ده يعني بقول له اعمل لي كوندرشن معين زي الكسل كده يعني بقول له لو الروم نيم بتساوي اي كمه معينة اديها اللون دوت ممكن اقول له لا اديها لو هي بتساوي كذا او ما بتساويش كذا او ممكن اقول له خليه اللامب لو اللامب بيتساوي كذا خليها بلون معين تمام؟ في بعض الحاجات زي مثلا الكست بتلاقي حاجات تظهرات الاختيارات زي ايه؟ اه بتوين يعني بيديني كوندرشن لو كزا لكزا اديها اللون كزا تمام؟ اعمل يمكن اقول له لو التكلفة من من جنيه الالف اديها اللون الابيض بعد كده خلاص ايبا مش ينفع معي تمام؟ هقول له الروم نيم اقول له كلير قول لو الروم نيم equal to 1 اديها اللون ايه؟ اه خلينا اديها لون مسلا اخضر اوكي اوكي اقول له اوكي تمام؟ طيب طيب الروم نيم كوندرشن بجرى وند كالر بش هادة تتعدل هنختار اهو اوكي 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 تمام؟ اهو ايه في مشكلة بش هادة تتعدل اللون لو الروم نيم بيساوي واحد نيم بيساوي نيم�ado حالا امضيت امضيت قبل طيب لو لطوله الـ Level خليه الـ Level لو الـ Level ما عندش هنا الـ Level الـ Level مش خاصية من القواص الـ Number نفسها مش جامعة في الـ Condition Format طيب لو دخلنا في الـ Appearance الـ Appearance بيديني شكل الجدول نفسه كخطوط وكتكست يعني جزء الاولان ده خاص بالخطوط يعني الخط نفسه ممكن اغيره يعني ممكن اقوله ايه الـ Gridline الخطوط الداخلية خليها على هيئة هاتش طيب الخطوط الخارجية الـ Outline بتاعتي ممكن اقوله خليها على اي شكل مشكلة تانية حيث بس ايه نشوف نشوف تأثير بس يعني انا ده وقت هقوله الخطوط الداخلية خليها هاتش والخطوط الـ Outline خليها تقيلها شوي طيب والـ Text هقوله ايه؟ انا عند الـ Header Text خلي مثلا الـ Header Text خليه باي فونت تاني اغرب الفونت بتاع الـ Header Text وقوله خليهولي كبير طيب والـ Body Text التكتبات اللي جوه هبدأ اختار اي تكتبات اللي جوه هبدأ اختار اي تكتبات اللي عايزه ممكن اقوله خليهلي فوق بولد وخليهلي اللي تحت مثلا إتاليك تمام؟ ده مجرد بس ايه؟ تنظيم لشكل حاجي ستورتنج هقوله ما اشير العلمة التمايز ديت قوله اوكي عشان الجادول بس بضغير اروح للـ Scadwell اللي هو وفشيت هلاقي التأثير هوا حصلوه تمام؟ تمام؟ هلاقي ده هو الجادول هوا التكتبات اللي فيه بقى تقيل اوي تمام؟ والتكتبات اللي تحت بقى لون خفيف وبقى ايه بقى ميل بينما الجزء اللي فيه بقى غامق قوي وده هو المجموع الحاجات هيت بقى هو الجادول هوا تظهر معايا زي ما انا عايزي ممكن اسحبه كده وروح اضطه فين؟ فيه الشيت او البندا او اللي او او حاجة انت عايز تسميه ده الجادول طيب الجادول ده زيه زي الاسل او زيه زيه زي زي الـ الوتوكيت طب ايه الفرق؟ الفرق تعال نشوف ايه الفرق هسس كنترول تاب ونبدأ نشوف ايه الفرق اللي خلينا نروح للجادول الدبط ادخل هنا في الخصائص اقول له انا عايزها يتميز الفرق بقى الفرق ان كل كيمة هنا مرتبطة بالشغل يعني انا لو قفت هنا والذي الكشف ده الماركب تابعه مثلا غريب او فيه خاصية غريبة او عايز عارف هو فين تمام؟ التشغل اتغير في البلان. لو عدلت في البلان اتغير في السكادول. طيب خلونا نعمل جادول تاني معي دلوقتي. اقول له نيو سكادول. وخلينا نختار مسلا البايبنج. اقول له اوكي. البايبنج انا محتاج فيها ايه. مسلا الكوست الكوينت. الفلو. الفريكشا مسلا. ايه. تبدأ شوف ايه الحاجات اللي انت محتاجة في الجادول. الوسائل انت هتعدل فيها بعد كده. size, type, mark. system name, system type. تبدأ شوف ايه الخاص اللي معك في قلب البايب. وتبدأ اللينس طبعا. تعم? بقول له ايه؟ اوكي. بدأ يظهر الجادول. لو انا قفت على اي بايب فيهم. لو انا قفت بس اتباره دا عملت سيليكت عليها واحدة فيهم. تمام? ولكم مسلا دوت. اللي هو اربعة جي بي ام خمسة عشر. هقول له هايلايت اموديل. عمل لي ايه؟ جاب للبايب دي موجودة في انا حتى في في البلان. اهي موجودة هي. تمام؟ اقولت له close وعملت zoom. هلاقي البايب اهو موجود في الحمام دوت. تمام؟ جارة بس هاجه هنا في الشكل دوت. اقول له زرها لي في. تمام؟ اه. طيب لو جيت تاني. قلت له هايلايت اموديل. جاب للبايب ديت. لو انت مش شايفها او موجودة في ورا حاجة او عايز شوفها في مكان تاني او متزاوية تانية. ممكن اقول له ايه؟ شو. يوريالي في مكان تاني. شو تاني يوريالي في مكان تاني. يبدأ يوريالي حد ما انا. اشوفها رؤية العين. شايفها قدامي. متأكد ان هي دي احسن رؤية انا عايزة. طيب. هدوز close. طيب. لو انا شغال اكتشفت ان فيه غلط عندي. اجيان عالبايب دي. وراح دازليت. طيب. لو رجعت بقى السكادول. لو رجعت السكادول. خلا ان هي اختفت. اللي هي كتربعة للجي بي ام دي اختفت. طب. فدي حاجة تضمنلي. انه وانا اشغال مش محتاج ان انا بص على السكادول. مش محتاج ان انا عدلت حاجة في البلان اجي عدلت في السكادول. لا دي اتعدل معي اوتوماتيك. انا دست control Z. زارت معي تاني. طب. لو جيت انا وانا هنا. دست delete. اوو جيت. جاب لي رسالة وانت بتلغي عنصر. انت بيش تلغم الى البلان ولمس يستكشم كل حاجة. هو مشروع اعدلت انا. انت هتروح في قلب الابرب. هتلاقيه اختفى من بلان نفسه. تمام؟ هدوس كنترول زيت وهيزر معي. فانا لو عايز الغى حاجة ولغيتها من الاسكادول اوتوماتيك هتلغي من البلان. لغيتها من البلان اوتوماتيك هتلغي من الاسكادول. هارجع تاني الاسكادولات. فدي حاجة كواسة جدا ان انا اي حاجة عايزها. هلو هيلغت اي موديل وابده اشاهها في الموديل في 국ه تمام؟ اه لو انا في حاجة عايز عايز الغيها هدوس recruitn. هتلغي على طول اي صف اي صف اي صف عايزة الغي. اعنسل اول مرة شميل. طيب اه ام اما ايه اجي هنا عايزe اليتين دول مسلا يبث تحت خنامعي مؤيينة او systemdool الجو Alyتنين Doors system يبث تحت خنامعي اروح اعمل على نوم سيلكت ادوس اول مرة شمال واسحب تمام؟ عايز احط الاثنين تحت جروب اجي هنا الهدر اقول له جروب عمال لي ايه؟ عمال له جروب للاثنين اروح مسميه مثلا سيستم تمام؟ بقى السيستم ده تحته system name و system type تمام؟ لو عايز نشريه في اي وقت اروحه جايد كده تمام؟ ممكن اجي هنا وارح اقول له ungroup انجروب اروح فاكيك للجروب اذا اعز احط جروب لكزا حاجة ادوس على نوم الاثنين وكليك يمين جروب هيدر هيعمل لي جروب هيدر اكتب اللي انا عايزه ممكن ارى برضو دايس على دول كلهم كله جروب هيدر يعمل لي هيدر كمان يبقى انا عندي كزا هيدر في قلب الاسكادول وده طبعا يفيدني في التنظيم جدا يعني تمام؟ ده اللي انا عايز اعمل اسكادول typical من اللي انا هقدمه في المشروع او typical اللي الشركة كل سنة بتقدمه تمام؟ هو عايز اتفاد من كوت الريفت بس يكون نفس الشكل باش مجرد نعمل اسكادول ومختلف عن الشكل اللي هناك لازم ابدأ اعدل الاشكال بتاعتي بحيث انها تبقى نفس اسكادولات اللي الشغل بتطلعه واحسن كمان تمام؟ طيب انا ده وقت عملت اسكادول عايز ابعته للإكسلي اعمل ايه؟ يعني عايز الجادول ده احطه في الإكسلي هاجي من هنا هقول له اكسبورت تمام؟ هقول له اكسبورت وهنزل هلاقي عند حاجة اسمها الريفورت راح مختار اسكادول يعني اكسبورت ريبورت اسكادول تمام؟ هو مش بيخرجوا ووي بيخرجوا ملوف اسمه TXT تمام؟ خلاص مافيش ايها مشكلة خالصت هقول له خراجولي ملف TXT ملف اللي هوتكس activating فبيقول لي ماشي انا決سلك دلوقتي اه انتي عايز الهدر يبا صف واحد ولا ملتقائبوا الروس زي ما احنا عاملينه يعني عايزه كله صف واحد ونجد الgroups ولا عايزه متنظم لا انا عايزا متنظم تمام؟ طيب المسافة بن كل خانة و خانة عايز تحط تم TAB ولا تحط مسافة ولا تحط الشرط ديات هي العادة بتاعها تاب والاصل بتاعها تاب فخلاها تاب مفيش انا مشكلة خرص طيب كده عمل اكسبورت للملف دوت عليها ملف تيكست اللي احنا دخلنا عشان نشوفه ادخل في قلب المكان اللي انا حاط فيه الشغل التاعي هلاقي ملف تيكست اهو طيب اسكده بدوس عليه مرتين بيتفتح للجدول دوت طيب انا عايز ادخله على الاكسل طيب اجي هنا وافتح الاكسل اكسل اي اكسل اي اكسل يعني لو عندك اكسل 2000 او 2000 او 2000 او اي حاجة هاي بل مفيش اي مشكلة خلصة اي حاجة اي حاجة اي حاجة اه اي حاجة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة 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 ولمشاهدة شكرا للمشاهدة برنامج اسمه ليبرو اوفيس وده اوفيس اوبن سورس مجاني. ان شاء الله هنعمل بس بريك. ربع ساعة عشان الصلاة. ان شاء الله بعد الصلاة هنشوف لو حد عندها ياسئلة في اي حاجة. ان شاء الله نشوف موضوع الفاميلي بإذن الله. ان شاء الله بعد الصلاة هنشوف في راح بس ربع ساعة. هنشوف لو حد عندها اسئلة وبعدها ان شاء الله نشوف موضوع الفاميلي بإذن الله. الريفت هو برنامج بيعمل نموذج للمبنى. البرامفيرا جزول زمني. فعشان ادخل ده على ده. ده بيسموه في البيع اي ام البعد الرابع للمشروع. فالبعد الرابع دوت بنستخدم برنامج اسمه نافس ووركس. برنامج اسمه نافس ووركس. برنامج اسمه نافس ووركس دوت بنهم الوظافة اللي فيه ان هو بيربط بين النموذج الشغل زي الريفت وبين برنامج اسم البرامفيرا. فبيديني بوعد رابع للشغل. وان شاء الله هالشي راح هنا برضه في ملتقى الضارية. بمعنى انها هبص للشغل. في الاول هيبقى فاضي خالص. مفيش اي حاج خالص. وبعد كده هتبدأ الحطام بتاعت البزمة تظهر. يبدأ الكاميرات. يبدأ الاعداد تاعتها. يبدأ الدور الاولاني يظهر. يبدأ الشغل يظهر. ده ما يحصل في الطبيعة. فلما بربط الريفت بالبرنامج اسمه نافس ووركس. ده بيديني بوعد رابع للشغل. البرنامج بش بس جدل زمني. لا فيه برض معلومات كترة جدا. فلما بربطه بالريفت باستفاد قوة دوت وقوة دوت. فبقى يعني البرنامجين بيزادوا قوة. نفس ووركس بيعمل موضوع دوت. ونفس ووركس بيعمل حك كمان. يعني هشوفنا موضوع في الريفت ان انا ممكن اشوف ايه اللي خبط في ايه. الكلاشات. هو بقى ممكن يعمل كلاشات بترق اقوى. يعني اقول له ايه. لو في عندي بايب قربة من بايب اقل من 10 سنتي اعتبارها كلاش. تمام. لو في بايب ايه اوطة من متر ثمانين اعتبارها كلاش. فبيديني امكانات اكتر ايه لو انا شغال على البرامافيرا. طيب ده البعد الرابع. ايه البعد الخامس. البعد الخامس. في البي اي ام. اه هو عبارة عن اه التكلفة. بزود موضوع التكلفة. كان زمان في برنامج اسمه كوانتك اوف. وده برنامج كوي جدا. اللي عايز الشغل اللي بي حاصل. اه من اول 2014 كوانتك اوف. اه اصبح جزء من اه من نفس ووركس. يعني نفس ووركس بقى في زرارة كده دوس عليها. ابقى انا كده كان انا شغلت على اه اه كوانتك اوف. يبقى انا افرق من البرامج بس عشان انه محاسش يتطل مني. الريفت ده بيعمل نموذج المبنى. البرامافيرا بيعمل كدول زمنية. اللي بيورو باللي اتنين هو برنامج لنفس ووركس. وبيعمل شوات حاجات لازلية جدا. يعني ممكن يتجول جوه المبنى بطريقة جميلة جدا. وطريقة سريعة وبكذا اسلوب. فبيعمل لي شغل جميل جدا كشو يعني. اه الكوانتك اوف برنامج حصر. بس في 2014 منزلش كوانتك اوف في 2014. تم دمجه في نفس ووركس. تمام. اه طيب حد عنده ايه اسئلة. التمبلات ارتكشور وستركشور. التمبلات ده عبارة عن ايه عبارة عن ملف فوضي خالص. تمام. بس في اعدادات. يعني اه ارتفاع الكتابات. اشكال الاسهم. الفاميلي. اه بعد تضبط كده اللي انا بكل مرة بدل ما اعملها. لا ممكن احطها في التمبلات. ممكن احطوا الاسكدولات فاضية خالص. وكل مرسم حاجات تتحطي في. فقال بالشغل. ازاي بفعلها? هفعل الاسكدولات دلوقتي ووريها لك. ماشي حاضر. طيب. اه بص باجي هنا. وقوله new. project. وراح مختار التمبلات من هنا. يعني اقوله براوس. واختار التمبلات. التمبلات بيبقى RTE. وراح مختار RTE. وقوله ايه open. بختار اللي اما افتحه project. project بRVT. تمام. كده انا هشتغل مشروع. باش هشتغل تمبلات. فافتحه project تمبلات عشان اه اغير في الخصوص نفسها. يعني ادخل اه اغير في ارتفاع الكتابة اعمل كذا. اما انا شغل في المشروع اكشفت ان في حاجة لازم تعدل في التمبلات. فافتحه ك project تمبلات وعدل فيه للمشاريع اللي بعد كده. تمام? طيب. المهندس محمود وجدي سأل سؤال. في ملف ريفة معماري مفتاحه على طول بلاءة ارقام الغرف والاسماء والمساحات بتاعته. لكن مفتح التمبلات الكهربة واعمل اد للملف المعماري. تعمل اد اللي هو link تمام? بتزود link. اه اه هتلاقي اوفى على ال link المعماري. وشوف الخصائص بتاحته. هتلاقي في حاجة اسمها في قلب الخصائص اسمها. اللهم ما زكرنا من استيه. اه اسمها room boundary. اول ما اتعلم علىها صح. روم boundary اول ما اتعلم علىها صح. هيبدأ يفعل معك موضوع موضوع الغرف. هيبدأ المشروع يحس بأي مساحة مقفولة من الحيطان اعتباره غرفة. فانت ممكن من فوق من أنوتيشن هتقول له مثلا عايز ادود تاج للروم فتتضاف معك عادي. تمام? حد عنده اسئلة? ان شاء الله جزء الجاي محتاج تركيز لو حد عايز يعمل قهوة واي حاجة عشان احنا نعمل مع بعض الفاميلي. ما انت محتاج بقى ان انت تحط يعني اختار من الانوتيشن روم تاج وبدأ احطها يا دوي هتنزل معك على طول. او تبقى فتح المشروع من هناك وتخده من كوب بيس من هنا لا يوجد اي مشكلة خلصة. يعني انت الانوتيشن هتلاقي روم تاج وتبدأ تحطها عادي. ممكن تختار تاج اول وتقول له روم يبدأ هو يحط الاتجات للروم على طول. او بس انت اه هو حاسي بالقوة فانت مجرد تقول له تاج. ممكن تقول له تاج اول روم هيبدأ هو يروح على قصصة كلهم في في البيو مرة واحدة. يعني ممكن تعمله غرفة غرفة. وعنده حاجة اسمها تاج اول. من الانوتيشن. بلا عنده حاجة اسمها تاج اول. ممكن تختار روم ويبدأ يحطهم في القوة كلها مرة واحدة. لا لا هو يلوت الاسامية. هو خلاص عارف ان القوة ديت. هو عارف الاسامية. مجرد ان انت تختار تاج وتحطها في قلب القوة. هو يروح واخد اسم القوة. ويرروح هتفت على طول. ان شاء الله دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل اه فاملي من الاول جديد. هو مبدايا طول ما انت شغال باش تحتاج ان انت تعمل فاملي بالسفر. ليه? هتشوف اقرى فاملي لك وتشغل عليها. يعني لو انا عايز اعمل مثلا غسالة معينة هتلاقي غسالة اورابة منها فتبدأ تعدل فها زي ما انت عايز. كذا نكون الشانس محمول. تمام؟ يعني انت مثلا عايز تعمل مروحة جديدة لسه مخترعين جديدة. تشوف اقرى مروحة لها وتبدأ تعدل فيها. عايز تحط فيشة. تشوف اقرى فيشة وتحطها وتحط حاجة اورابة منها وتبدأ تعدل فيها. عايز مع حبس معين. اشوف اللي اقرب ما احبس لي يعني انا عايز اعمل جيت فالف ومعنديش اغل جلوبة الفالف مش هبدأ بسفر اروح اخد جلوبة الفالف واعمل التعديلات البسيطة وابدأ اشغل بيه طيب ازاي اعمل فاملي ده اللي احنا نشوفه بقى ان شاء الله مع بعض ويعني نسأل الله ان هو يسر للموضوع ان شاء الله طيب ازاي اعمل فاملي هو في عند فاملي بتبقى كتابات بسيطة وفي فاملي بتبقى حاجات ادفانست شوية طيب خلانا نخش في حاجات البسيطة اللي هي 2D وابدأ نشوف حاجات اللي هي 3D ازاي نعمل مثلا حوض او نعمل اي شكل ما اشكل طيب لو انا جيت كده على i view قلت له مثلا TG TG يعني بقول له عملي tag او ممكن من انو تختار tag by category هي نفس الاخصار اللي هو TG طيب 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 لو انا حطيتها هو TG اهوة TG ده التجو اللي هو ده ايه TG طيب طيب لو انا عايز اعدل فيه اقف هنا تأخف هنا كلام هنكلم نفعل بلى كده بس ايه هنقول لابرضو تاني الحاجة اللي ناس عايز اتوضيح بنعدك لتاني كده بالروح كلام هنكلم بقول له ايد اس family واعجز اعدل لانا في الكلام دوي اقف عليها اعمل select و是不是 واسو لو انا عايز اعدل ارتباعات الكتابات او لونة او الحاجات دي كلها هدخل في ايد التيب وابدأ اعدل من هنا يعني ممكن اقول له ايه اللون دوت اختار لي اللون تاني تمام؟ اغير اللون اغير line weight اللي هي سمك الكتبات لو انا عايز الكتبات خفيفة اخليها واحد اتبين لو انا عايز اتقل اروح مكبر رقم عند الحد 16 16 طبعا بشيشوف حاجة في اللوحة تمام؟ لو انت عايز الكتبات شففة شف اللي تحتيها باختارها ترانسبنت لو انت عايز اتباع عادية او باقي هنا بابدأ اختار الفونت text size لو انت عايز بولد او italic او underline ده مجرد شكل الكتبات طيب لو عايز اغير في الليبل هاجي هنا edit الليبل ده عبارة عن زي ايه فكرة معينة او حاجة معينة هتكتب تمام؟ فلاقيه هنا عند size و system type و comments ممكن اقول له لا انا مش عايز comments التعليق انا عايز اشوف ايه اللي انا عايز اكتبه هنا يعني ممكن يقول مسلا عايز اكتب ايه ايه حاجة انت عايز تكتبها هتدوس عليها مرتين تتزود عندي ممكن تكون انت عايز بس تحط اللي slope لو انت شغال صحي ممكن تعايز تحط اللينت تتزودها تمام؟ ممكن تعايز تحط الفلو ممكن تعايز تكون عايز تحط الارتفاع تبقى بجرد بس تختار خاصية وتدوش على السهم دوت add parameter to label هيروح منزودها لك على طول invert television او حاجة في الارتفاع center of vibe slope زي ما انت عايز start offset كل حاجات ده ممكن تزدفها كل دول تضافوا ليه اللي بل دوت عايز شيل حاجة برضو شيء زي ما انت عايز اقوله load into project بيقوله ده البرامتر ده موجود قبل كده عايز تعدل فيه بقوله اقعد فبيبدأ يزود لكل الحاجات داية لو في سلوب بيكتبه لو في سلوب هنا سفر بيبدأ يكتب لكل الكثاب داية طب انا هنا عندي الكلام بش واضح مش قادر افهم ايه الرقم ده و ايه الرقم ده ادخل edit family تاني واعلم عالكتابات بقوله edit و ابدأ بقى اميز له يعني اقوله هنا اكتب لكل كلمة slope وهنا اقوله اكتب لكل كلمة length تمام invert elevation اقوله اكتب لكل كلمة elevation تمام ممكن اكتب لكل كلمة هنا بعديها مثلا وممكن ادوس هنا break break يعني ايه يعني خلي ده في سطر وده في سطر اخر واحنا ما فيهاش break لان طبعا ده اخر سطر فنفيش حاجة تحتية اقوله اوك وممكن انا اقوله لو انت عايز تحط هنا assistant type اوك اقوله انت project طبعا بقى كل سطر وش ايه مشكلة خلص لو عايز تبدأ تحط خطوط ترسم خطوط زي مثلا دي ممكن تكون شركة عندك تعود على خطوط فيش ايه مشكلاتي create اقوله ايه انا عايز ارسم line وتبدأ ترسم الخطوط اللي انت عايزة تعم اكتب بس ايه السابق التجري بتاعك وتبدأ ترسم الخطوط ايه خطوط عايزة ده بالنسبة ايه اللي فامل طبعا 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 لو انا عايز احط اخلي الفامل ديت ايه دي ساملي عايزة خليها بقى بش بش البيب لدكت او ايه حاجة تانية او اشمعنا اول ما حطت دي عارف ان دي تعت البيب او ايه لان لو بسيتنا خطوط هنا بلا عندنا حاجة اسمها family category فامل الكاتيجوري اللي ما تقوص عليها بيقول لي الفامل دي خاصة بايه يعني ممكن تكون الفامل دي خاصة بالبيب تاك او خاصة بالبلامينج او خاصة بآ 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 أي فيو او اي حاجة انا عايزة ممكن اقول له خلي دي خاصة بايه البيلامينج ان Road كن البلامينج py fed اهيه البلامينج اللي بتكشل طبعا راح جايه هنا وهله eu edit وابدا يشوف ايه الحاجات اللي ب Young مظبوطة. وابدأ أشيرها. وابدأ أشوف إيه الحاجات الصحة. يعني بالنسبة لي هنا. إيه الحاجة الفاميلي نيم. تمام؟ دي اللي بحاجات المجودة في البرامنج فاكشور. السيسسيب نيم. آآ لو فيه تراب. لو فيه طيب نيم. أوكي. طيب. أنا دعوتي لما حاجة حمله نفس الاسم. هيدراب لي اللي هناك. فأنا هاجي هنا. بقول له سيف إز. سيفوه لي. كفاميلي. وروح مساميه بلامينج فاكشور. بلامينج. تمام؟ وسيفو إيه على أي مكان نعايز. طيب. بعد ما سيفته. هقول له لود انتو بروشيك. بقى اسمه بلامينج فاكشور. لود انتو بروشيك. أول ما هافز. هافز على على أي حاجة بلامينج. هابدأ يكتب لي اسم الفاميلي. نفس الخصاص اللي أنا قلت له اعملها لي مش شوية. تمام؟. في حان دا عنده أي مشكلة في الموضوع اللي حد دلوقتي. عشان ندخل بقى في المرحلة اللي بعد كده. إن أنا أعمل أي اكيوب منت. آآ أعملها فاميلي. طيب. طيب. نكمل إن شاء الله مع بعض. طيب. لو أنا عايزة نعمل فاميلي جديدة خلصة. هما أنا ممكن أعدل. يعني ممكن أمسك الفاميلي دي. ودخل عدل فيها مش اي مشكلة. بس أنا عايز أعمل واحدة من السفر. تمام؟. عشان نفهم فكريتها. هقول له نعايز فاميلي جديدة. نيوب. فاميلي. هكده هيفتح لي اللي هو تمبيليت فاميلي. تمام؟. هيفتح لي قائمة بيقول لي ايه؟ اختار فاميلي تمبيليت فايل. اللي هو هم تدوق رف تي. رف تي. هاجي هنا. هقول له أنا عايز التمبيليت في فاميلي. ابدأ شوف التمبيليت في فاميلي عندي فيه. تيجي بص على الرف تي. اوه. طيب. لو أنا عارف إيه اللي أنا أعيزه. هاختاره عطولي. يعني ممكن أقول له ايه؟ أنا عايزي اختار. آآ. إلكتر你的 equipment. تمام؟ بيفتح لي فاميلي فاضي خالص. بس مجرد فيها بعض الحاجات اللي تساعدني في الشغل بتاعي تبقى؟ لو اخترت الالكتركن الفيكتشر برضو هيديني الحاجات اللي تساعدني في الشغل بتاعي مجرد بس ايه؟ الخطوط بسيطة كده تسهل علي الشغل اده اكتر بالاقل يعني ممكن اقول له ايه؟ انا عايز فرنتشر انا عايز انا عايز ميكانيكال اكيوب منت سيلينج بيست يعني اعمل لي الفاميلي دي هي ستحط سيلينج بيست اول ما احطةها في سيلينج هتثيرى للسيلينج او ممكن اختار واحد ثانتمة بتحطها في الول بيست او ممكن اختار شيوي تانية تيانيكال لیکوفي منت تمام؟ او ممكن اختار حاجة خاصة بشغل ايه ايه.. يعني ممكن اختار واحد ايه بم исслед dileطران ايه و مندو يعني زي ما انت عايز اي فام كل دي اشكال موجوده سهل علي انا اختار هنا جيناوريك مودو جيناوريك مودل جيناوريك مودل لها لو انا لسه مكررتش لحاجه دي تبع اي تصنيف يعني ما يكون عند مثلا ايه حاجه ممكن تبقى ميكانيكال ويليكتريكال في نفس الوقت يعني سخان كهرباء كهرباء يبقى كهرباء لا ده السخان ده في البلومنج ففيه بعد الترمستات الترمستات دي هل هي كهرباء ولا تكييف فلو انا مش مستقر على الحاجه فهلو جينيريك موديل فالفينجة دي عنا سنو بيعمل لها افجريد من 2009 2014 تمام؟ وبه كده فتحيلي ابدأ الشغل عادي بدون اعمشك طيب احنا قلنا لو جيني هنا في امليكاتوجري ابدأ اختار انا عايزي اشغل ايه؟ يعني هي دلوقتي ممكن اقول له لا ده انا هخليها ميكانيكال اير ترمينال مثلا اولا بختار اير ترمينال بلاي الخواصة دي اتغيرت تمام؟ ببدأ اشوف الاختيارات دي اختارت اتغيرت اتغيرت لو لتو دقت اكسورسيس هلالحكت التحت اتغيرت تمام؟ طيب اقول له اير ترمينال اقول له اكي اول ما اختار اير ترمينال اودي خاصة كل طائق بل ايه هو اوتوماتيك قال لي مدام دي اير ترمينال يبقى في عندي حكا اسمه ماكسي فلو ومانيمون فلو فبقول له ماشي اوكي اه بشونس نادر بيسأل انا حملت البرنامج ولم اجد فيه اللي بري كيف اقوم تفعيل التنبلات اه لا مفيش المشكلة خاصة اه طيب هي لها كالطريقة هي ممكن تحملها من اي حد على طول مش غازم تحط ملف التنبلات دوت في قلب الملفة بتاع الريفت لا ممكن تحط مثلا على الديعة او على ال ايه انا هرفعلكم التنبلات على صفحة بتاعت منطقة الضارية او ممكن تدخل على control panel edit remove program وتختار الريفت وتقول له انا عايز اعمل وتعلم صح انت عايز تنزل التنبلات او صعب بيبقى انت فيه مشاكل فبقى اثناء التسطيب بيروح معدل مراحلات النواية نزل التنبلات تمام فان شاء الله هحضر لك انا الوصل بتاعت التنبلات راح منزل العادة في الشغل بعدي طيب انا اول مفتحت لقيت عندي الخطين دول ايه الخطين دول فعمل سلكت عليه بلايه حاجة اسمها reference plan reference plan ده بيسهل تنظيم الشغل يعني او ممكن مثلا اقول له ايه انا هرسم اثنين reference plan ولما يتحرك واحد يوم الناحية دي التانية يتحرك معي بحيس ان يبدأ يشوف الحاجات وتبدأ تحرك مع بعض تعالي نشوفها دلوقتي تمام؟ يعني انا هرسم دلوقتي ايه reference plan كمان هاجي من قائمة create وهقول له انا عايز هرسم reference plan وهرسم reference plan هنا ورفرنسي بلان هنا ورفرنسي بلان هنا ماشي؟ وارسم reference plan هنا ورفرنسي بلان هنا ورفرنسي بلان هنا أنا أريد أن أربطهم بحيث أن نفس المسافة بين اليمين والوسطان هي نفس المسافة بين الوسطاني والشمال فهأعمل إيه؟ أرسم دايمينشن أجي هنا أقول له أنا أريد أن أرسم ألاين دايمينشن أقول له أرسم دايمينشن مثلا من هنا لهنا في الريفيت بيكمل معي يعني لسه الأمر يشغل معي كده ترسم طيب عايزة أخلي ده أدي ده علامة إيك والفوق محسوس عليها علامة غلط هروح تدائس عليها خلوهم لهم تسويين مع بعض طعم؟ أجي أقول له من هنا لهنا من هنا لهنا كده رسمتهم ورابين بعض أقول له علامة إيك وال خلاص بقول تين إيك وال مع بعض طيب لو أنا عملت سليكت على الريفرنس بلان دا وحركته التحت هتلاقي اللي فوق بيطلع اللي فوق فهو كده بيعمل إيه؟ بيحافظ على المسافة اللي بينهم تمام؟ هو كده بيحافظ على المسافة اللي بينهم دي أول حاجة اللي يجب أن نتعلمها في الفامري موضوع الريفرنس بلان هو موجود في الريفيت بس ممكن ما نكونش احتكينا بيه قوي بس هنا في الفامري اللي لازم نحتكي بيه تمام؟ فأول حاجة اللي عملتها إن أنا رسمت الريفرنس بلان وهي كده برسم الديمينشن أو يعني هنا بقبت بسماء إيه؟ مجرد يعني حاجة بتتحكمني وأنا في شغل بتاعي بحيث إن أنا ما أقدرش أتحرك حركة غير لما تاني أتحرك معاه يعني بيزبط الحاجات مع بعض تمام؟ يعني ما نفعش أجي هنا أنا عايز تديه تبقى قدي ديه لما أتحرك يمين التاني تتحرك شمال بحيث إن المسافة منه تبقى قدي بعض بالظبط طيب دلوقتي أنا رسمت المحددات بتاعتي أو الكنسترين عايز أبدأ أرسم أي شكل لو جيت بسيط سكرية بلاي فيه أشكال أو أدوات بزعادة في أن أرسم أشكال لو حد شغل في AutoCAD 3D هيلاقي نفس الأدوات ديه أو في 3D Max أو في الSketchUp أو في ايه ثاني SolidWorks الInventor نفس الأدوات دي موجودة طيب لو اخترنا Extrusion دي أصل حاجة مجرد أن أرسم حاجة 2D وبدل له الارتفاع ده الارتفاع بتاعي ده الديبس التاعي أنا أخلي مثلا تتمين وأرسم أي شكل هنا أي شكل خلالنا نجي هنا وقول له أنا أريد أن أرسم مربع المربع ده عشان أنا أختار له ديبس هيبقى إيه؟ هيبقى 3D اخترت أول نقطة وثاني نقطة تماما ظهر الإفالي هتوسع الإفال دي يا حكاية الإفال ديت كده أنا ربطت الخط ده بالرفرنس بلان دوت هقول له أوكي تمام إذا أنا جيت هنا في الخط دوت وحركته بلاقي إن الشكل لفسه تحرك معي تمام؟ نحن نمشيه واحدة حتى إن شاء الله من نعمل فاملي مع بعض تمام؟ يبقى ثاني أنا أول حاجة أعمل تلك رسامة الرفرنس بلان دي حاجة يكون سترين حاجة بتحكم الشغل بتاعي بحس أنا مثلا لو رسامت المربع ده وبدون أي تحكم خالص لو تحرك مين شمال ما فيش أي قاعد تربطه فالرفرنس بلان بحكمه ورسامت الديمينشن عشان يبقى اليمن قد الشمال والفوق قد لتحت يبقى كل المسافة بينهم واحدة مع بعض تمام؟ طيب أنا دوقتي بقى عايز أتحكم فيه عن طريق رقم يعني أنا ببص في الخصائص قال له مثلا يقول لي الـ X300 أروح مخلاها 400 يتغير معها أوتوماتيك أعمل موضوع ده إزاي؟ هنرسم الديمينشن هكي هنا ورسامه الديمينشن من هنا لهنا وديمينشن الثاني من هنا لهنا تمام؟ طيب ممكن أجي هنا وقول له الليبل دوت اختاره الليبل من هنا مفيش عند اي لبل خالص أقول له طيب دفلي الليبل جديد أقول له ده مثلا which طيب ده هيبقى طيب ولا instance طيب هيبقى المجموع كلها instance يبقى العنصر ده بس أنا عايز طيب عايز كل الـ family أو كل الطيب دوت يتغير مع بعض لو عندك أزا واحد وغيرت واحدة فيه يتغير كله مع بعض تمام؟ هيبقى نوعه ايه؟ هو طبعا Lens وهيبقى Dimension هتحط طبعا الخاصات بتاعت Dimension هقول له اوكي ده بقى اسمه ايه؟ طيب هاجي هنا وهقول له اعمل لي Dimension تاني وأسمي ده هوي هاجي هنا برضو بعد برسبت Dimension هقف على الرقم هلا يظهر لي label هقول له ممكن اختار ويتس في بداء ده تمام؟ ممكن اختار ويتس أو أجي هنا ده نوعه ده فيه فيه اصلا واحد ده نوعه ده نوعه ده نوعه ده نوعه هاجي هنا اقول له ايه؟ انا عايز اضيف برانتر جديد هاي 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 ده الهاي طيب ولا Lensens هنخلي برضو طيب وقول له اوكي تمام؟ طيب لو انا جت بصيت هنا بلايه ادهو الويتس والهاي لو جت وغيرت وقبت له خليلي ده مثلا ده الفين ومتين خليتها التلاف وخليلي ده أربعة تلاف وخليلي ده أربعة تلاف أبلايه كي بيرغوزها ما انتشاه تمام؟ اوله بس اخليه ده ستمية وده ستمية أبلايه اوكي تمام؟ ده الشكل اهو تمام؟ كده انا بدأت اتغير في الخصائص نفسها الشكل نفس اتغير ده اول خطوة انا كنت عايزة ان انا دلوقتي ايه؟ حتى لو انا في 3D ودخلت في الخصائص ودخل اللي ده 700 ودخل اللي ده 700 ودخل اللي ده 700 ودخل اللي أبلايه هتلاقي شكل تغير معي تحت هو ده اللي انا عايز له طيب طيب لو انا عايز بقى ارسم شكل فوق بس عايز بقى اه اغير شوية انا عايز ده ارسم شكل اه ارم المسلس يبقى القاعدة بتاحته هي القاعدة كبيرة وفي مربع تاني اصغر منها الناحية دي تعالي نرسم شكل مع بعض ونشوه عندي هنا امر اسم بلند بلند ده بيرسم ايه؟ بيرسم قاعدتين ويوصل بينهم باقي يكون قاعدة تحت مربعه وقاعدة اللي فوق مدورة بشيء ايه مشكلة خالصة تمام؟ ريفولف برسم شكل وبرسم محور وشكل بيرليف حول المحور ثويت برسم شكل وبرسم مصار وشكل ده بيمشي في المصار ثويت بلند برسم شكلين ومصار ونبقى بيرسم الحاجات اللي بين الشكلين دول تمام؟ ده ثويت بلند يعني ده اللي ثويت برسم شكل ومصار انا برسم الشكلين و بصاره و برسم منه بويت بيرسم تفريغ للشكل الموجود بيعاند شكل الموجود و برسم فراغ بياكل من الشكل الموجود فقوله ايه بلينت بيقول لي ايه ارسم القاعدة اللي تحت الاول اقول له ماشي ارسيبلي القاعدة اللي تحت جيت رسمت القاعدة اللي تحت عمد ابدأ اقافلها ماشي والخط دوت اضبطه وحتى بعد مخلص شغل ليه ان انا اعدل فيها عدم بش مشكلة بس انا انا شايف ان هي اسهل بعد لو انت اشغل تمام؟ طيب اه انا عايز ارسم خط اللي جوه بس انا ما عنديش الخطوط اللي هي الكونسترين ليه ماشي ممكن اعمل الشكل اللي جوه بعد كم اعمل الكونسترين و اضبط عليه تمام؟ او ممكن create طيب خلاني اخرج من الامر نرسم الخطين الاول اقول له يس ارسم الخطوط ال reference blend اللي تحكم لي الشكل اللي جوه وبعد كده ابدأ ايه ارسم شكل تاني اقول لهنا reference blend ارسم الخط دوت والخط دوت والخط دوت والخط ده وال reference blend دوت و ابدأ ارسم نفس فكرة dimension هنا من هنا الهنا من هنا الهنا اقول له equal وهنا برضو ارسم width one ارسم داماشة من هنا الهنا اجعل دوت ممكن اقول له ده خلهولي width one و اقول له واقع هنا اقول له احطي لي ده برامتر اسمه high 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 one اوكي بس اخلي المسافة بينهم ثلاثة و خمسين edit top تمام و ارسم القاعدة موكي موكي عنده مشكلة هنا ايه هي انة ان القاعدة بتاعتي بدأت من اوطى حتى من الشكل مشاكل مش من لحتة لفوق انا اروكي اجعل ان الشكل ده بدأ معي من تحت مش من فوق تمام مفيش اي مشكلة خالص انه قد ممكن اعطى لنا من الخطات و انا برسم ممكن اجي هنا في ال vision واختار الشكل دوت وهلو اطلع لي هنا وده اطلع لي كده وممكن ارسم برضو كونسترين هنا لو انا عايز لو انا شاف ان الموضوع يحتاج هرسم هنا كونسترين وفوق كونسترين وابدأ اضبط الديميشن واختار الديميشن اللي انا عايزه واربطه زي ما احنا عملنا في بيس الشكل يعني سواء في سكشن او في بلان مفيش اي مش كده خلص طيب هرجع دلوقتي هنا وعزين نبدأ نزبط الموضوع دو تعالي نجرب في 3D ونشوف الشكل هتزبط ولا تمام؟ انا عايز تأكد برضو من حاجة تعالي انا اقف هنا اقول له لو انا عايز اعدلك Edit Top عايز اشوفه مربوط بي ولا لا لأ مش مربوط بي لو حاجة ما ترابطتش هي بنربوطها تانية مفيش جدي مش كده لو انت بتربط وانت بترسم بيبقى اسهل لان بيبقى كل محادثة تظهر معاك فهتبدأ ايه تقول له اربطه من روحة تمام؟ هقول له ايه Edit Base اشوف اللي تحت مربوطت برضو ولا لا اه؟ هعمل له كونسترمور لا لا باش بعمل اجينا اه اكي اقول له ايه؟ اوكي خلصت كده كده الشكل بترسم بباراته طيب لو اجيت 3D تعم؟ ودخلت هنا فقل بال ايه؟ الفاملية طيب وجيت على دوت ده 700 اقول له خليها 600 وخليلي ده 600 وخليلي ده 200 وده 200 وقلت له ابل ايه هتلاقي الشكل فعلا تعدل زي من عايز ممكن اقول له خليلي ده مثلا 400 وده 400 وقلت له ابل ايه هتلاقي الشكل برضو زبط زي من عايز فكده بقى عمد يتحكم الفاملية زي ما احنا كلهم مشوفوا في الشغل ومبارش مبارش مبارش عارفين من جات منين وكده عارفنا ازاي نعملها عليكم ساعة ورد طيب كده خلص عارفنا ازاي نرسم الشكل هوت ونبدأ نحملها في المشروع ممكن اقول له وقل له احمله هالي في المشروع ده وهنا بجيب لأسامل المشروع الموجودة ونختار المشروع اللي موجود كده تحمل الفاملية يتحمل معي وابده اشوف ما انا عايز تحط فيه هو هنا بشهوستد مدام بشهوستد يبهاجي هنا وادله ايه الارتفاع بتاعه هو هنا مضبوط على الفيل بس ممكن تكون هنا الوطر مضفد في الارترمنال فاحطه هنا وقول له في بي الارترمنال فعلي كده مضفية والدكتر كان مضفية وراح مفعالهم دلوقتي وبقى اللغهم بقى بعدين اوكي وقعيز اعمل موضوعين دون عشان تبقى فعلا انا اعمل ارترمنال حق ايه طيب ازاي اعمل بقى موضوع كذا طيب هاجي هنا وهقول له انا عايز اعمل طيب جديد هقول له كم في كم هقول له انا عايز اعمل 600 والنك بتاعها 200 او ماشي خليها 200 هقول له اوكي وعايز اعمل واحد جديده 600 والنك بتاعها 300 300 او ممكن نعمل واحد جديده برضو 400 اوه خليها 200 ايه فامل انت عايز تعملها هتبدأ تكتب الاسامل انت عايزة في الاسامل اللي فوق وابدا بازبت يعني هنا قلت له 400 يبقى كده اقول له ده خلي ده 400 وخلي ده 400 وده 200 وده 200 تمام؟ طيب لو جيت هنا قلت له ده 600 300 اخلي الاسم اللي فوق بيعبر علي تحت اقول له ابلغي اوكي اقول له لود انتو بروجيكت اعملوا لي في المشروع اوكي اقف على الفاميلي راجي هنا اوكي اقف على بروجيكت اقف على المشروع بدأ بزهرت معافية المشروع ابدأ غير كما اعيد واول حاجة ما اختار حاجة هي هو اوتوماتيك هتعدل هنا يعني لو اقول له 600 300 هتلاقي الدورة اللي فى النص دي بدأت تكبر شوية طيب هدوس كنترول تيب عشان نرجع للفاميلي تاني ماشي؟ انا فتحت جازة حاجة قبل كده فارح اقافل هستطيع ايه الجاز يخف شوية طيب دلوقتي احنا عملنا ديت عايز اعمل حاجة كمان بقى ان انا ازود خاصية مثلا وليكن مثلا الفلو اقول له ادوى لمطر اقول له انا عايز ازود خاصية اسمان الفلو كمية اللي هو اللي ماشي معي طيب هل هو الفلو ده عبارة عن كومون واللي عبارة عن الحاجة في التكييف في التكييف عبارة عن ايه عبارة عن الارفلو طب هتحط في انجروب هتحط في الميكانيكا الفلو طب ده طيب ولا انستانس؟ لا ده انستانس ليه انستانس؟ لان كمية اللي هو هتختلف من ار ترمينال الار ترمينال الثانية ممكن نفس الار ترمينال بس واحدة محتوى في قوضة مهمة بتاعت المدير واحدة محتوى في موظف زي حاليات كده فمش مهم نحط له ايه تكييف خلص فقول له ايه اوكي تمام؟ فباجي بص كده فبالف الميكانيكا الفلو ظهر لي حاجة اسمها الفلو ده ما قال ادي فوليت جندي Lincoln sen تبعرف ان ايه بنستانس تبع الكمية بتاعته كذا ممكن جانبا في من دي الارفلوس اروح اقل له بقى اكتب له متغير واو اضربه في التغير تاني يعني هنا باكتب معادله يعني ممكن اقول له ايه جيب لي الوث في الهوى it's the i's هيف اشوف الوث والآهاي ويروح ايه داريمه في بعض والجيب لي الكمية هنا تمام دي لو انت عايز تزبط ايه معادلة معينة بحيث تجيب منها كمية الفلو ممكن اقول له كمية الفلو تبتحها ببتيت تمام وتتغير بعد كده سهل ان انت عدالها في قلب المشروع تمام كل واحدة من دول ممكن تزبط لها قيم مختلفة انا اجي هنا اقول له ده مثلا 100 ممكن اجي هنا اقول له ده مثلا 500 تمام ديك شوية قيم بدأنا نضيفها في قلب المشروع اقول له ابي لاي اوكي طيب كده اضيفت بعض المتغيرات ممكن اضيف اي متغيرات تان اريده ان اريده اي مشكلة هقول له add parameter وابدأ اضيف اي parameter ان اريده ممكن تحط تكست عادي بمعنوم عادية تمام طيب عايز ابدأ اضيف فكرة الكنكتور تمام الكنكتور ممكن اضيف اي حاجه في 3d او في الستيكشن او في اي حاجه اي مشكلة من create بلاي دي حاجه اسمه الكنكتور هل انت عايز تدود دقت ولا الالكتريكال ولا كيولتري ولا كوندت ولا بايب اولى مثلا عايز تدود دقت الكنكتور اول مبرر من الشكل هو بيقول لى مثلا عايز تدوت فبدو step بيجيب لي الشكل التاني ممكن اقول له work plan وأبدأ اختار انا بقى اي شكل عايزه اقول له pick a plan وراح مختار مثلا pick plan دوت وما فيش اي مشكلة يعني عندي كذا طريقة ان انا نضيف بها الشكل دوت طيب اهنا كذب لي width والhigh انا عايز ايه اخلي اخلي اه الويتس دوت يبقى ادى الشكل الصغير دوت اجعل ويتس دوت قال ليه علامت زي الراح داس عليها والله ربطه هالي بالويتس 1 اوكي والhigh ربطه هالي بالhigh 1 على فكرة مدام الاثنين ادى بعض كنا ممكن نخلي ده نفس الاثنين نفس القيمة كده ارتبطوا ببعض لو انا جيت هنا وغيرت اخترت بسلا 600 في 600 في 600 وغلت له apply هتلاقي الكنكتور نفسي كبير نعم؟ ونفس الكلام لو عايزين نضيف كهرباء او plumbing او اي حاجة هاجه electrical وروح ايه الديس هنا وول tab ارح مختار مثلا احط الكنكتور هنا طيب لو انا عايز اعمل هنا زي فتح هنا او اي حاجه تحط على كونكتور يعني انا عايز مثلا ازود زي حتة صغيرة هنا ابدى احط على كونكتور اول حاجه لازم اضبط الwork plan اول الwork plan عطول بيشتغل في حتة لتحت اقول الwork plan set وروح اقيله بك ابلان اوكي وراح مختار الشاكه ده كده يبقى انا هتشغل في الجزء اللي فوق اللي عايز شوف اقوله شوه يبقى انا اللي انا هرسمه هترسم على الجزء ده في السري دي بيقى الموضوع متعب شوية فاللازم اضبط الwork plan عشان ترسم صح وقوله اكستروشن وراح مثلا رسم دوارية مثلا هنا ايه عنا سبيل مثال ماشي وممكن بقى ايه تصغرها تكبرها تكبر القيمة الرقم دوت عممكن تغير القيمة منها على طول ماشي وتجي هنا create وتروح بمزود الالكترق ايه دي خلاص بقت عندي وصلة قهربة في الـ Air Terminal طبعا دي حاجة باش مزبوطة بس بشوف الفكرة بتاعتها تجي زي ونفس فكرة بالpipe وكيبل تري لو ايه مكن عندك عايز زود حاجة منهم بتروح اقيله الـ Connector وتروح تزواده عادي تمام طيب خلاص كده اقوله load into project والضرير يقول انت عايز تحمل حاجة او ماشي تمام تمام طيب ايه اقوله نعايز احط ايه ترمنا تمام وراحلتها مسلا هنا طيب اعزر سمدقت اقوله نعزر سمدقت باي ما اسلا عايزه طيب ادرى الدكتة هوت اه اوصل الـ Air Terminal بالدكتة أسحابها بس شوية كده عشان يبقى مساحة تتوصل وقول لكم نقطة انتو خالباك هو عارف ان دي ارترمنا وعارف انها هتوصل بضغط هو بس بيقول لي ما فيش مساحة كافية ان انا هحط الفيتينج طيب انا ممكن نقبر ان نرفع دا سيدنا او اصلا نزد دا سيدنا اقول له دا مسك خالي دا على 1500 وقول له connect to into هيا الرسالة دي عبار عن ايه بيقول لي الدكت اللي انت راسم دوت مش supply بانما layer terminal دي عبار عن supply هيا بسيطة يعني مجرد ان انا اختار وانا برسم الدكت اقول له خليه supply ما فيش مشكلة بس اذا هو خلاص كده بقى عندي family شغالة معي وبنفس الطريقة دي تقدر ترسل اي حاجة electrical نفس الخاص دي يعني مجرد تعمل ايه اتختار الحاجة اللي انت عايزها وباقي هنا وقول له انا عايز مثلا electrical تمام اختار electrical equipment مثلا اوكي تمام وبعد كده هابدأ احط الرفرنس بلم بتاعتي وبعد كده ارسم الشكل بتاعه زي ما انا عايز ممكن تكون مثلا عايز ترسم مستطيل عايز ترسم حاجات advanced شوية وبعد كده هابدأ احط الdimension بحيث ابدأ اضبط طيب ارطي صغر معي هدخل هنا وابدأ اعمل كذا type بحيث ابدأ اتحكم فيه بحيث مثلا type اي طيب ممكن تسمي اي اسام انت عايزها بحيث كده ازود برامطر زي ما انت عايز شوف المشروع بتاعك ايه الحاجة اللي انت محتاجها يعني اليرترمن الممكن تكون محتاجة مثلا برامطر غير كمية الهواء ايه ثاني الشركة اللي مصنعها ممكن تكون محتاجة اي برامطر انا عايزت احطها احطها مشكلة خلص ماشي وبعد كده ابدأ احط الconnector يبعد انت خلصت اي family انت عايزها موجودة في الدنيا ممكن تعملها بنفس الطريق اخر حاجة هاجي هنا ممكن لو انت عايز تزود اي حاجة بقى 2d زي اشكال الاسهم اولو model line وابدأ ارسم بشكل اسهم وابدأ ارسم بشكل انت عايزه ماشي ماشي ده كده الاول ما احطت ادوس على السهم ده يلبلي الفاملة دي من واللي بالي شمال زي ما كان موجود في الباب يعني انت بسط الباب هناك بسط الباب وتلاقي نفس ال control دي موجودة انت ادوس عليه نروح الناحية الثانية تعم يعني يطلع ايامين او شمال زي ما انت عايز تعم دي فاكرة ال control تعم اشوف لو حد عنده اسئلة الجوزة اللي فات تعم اشوف لو حد عنده اسئلة اول الوصلة ان شاء الله المنصح بتحطها هيط ان شاء الله طيب حد عندها اسئلة في الموضوع الفاميلي طيب حد عندها اسئلة وايحة بش واضحة بش موضوع سيبها ممكن تخش بس على الصحة تحت ملتقة دارين ريفتين مي بي هتلاقي كل وصاته ان شاء الله شغلة بإذن الله طيب حد عندها اسئلة في الموضوع المحاضرة في جزء بتاع الفاميلي او اي جزء التاني في حد عندها اسئلة طيب في الجزء اللي فات بسم الله ان شاء الله ما فيش اي اسئلة خالص نسأل انا اقول ايه ما فيش اي اسئلة عشان بس قبل ما نكمل حد عندها اسئلة في الموضوع ما فيش اي اسئلة ما فيش اي اسئلة ما فيش اي اسئلة الناس طلبت ان انا اقرر موضوع للفلتر تاني الفلتر اللي هو في ال VB فهنتكلم فيه ان شاء الله ولو حد انا ندوي اسئلة اللي فات ياريه تكتبها بحيث نجاوب عليه يعني قادر امكان بيزت الموضوع لللايب في الاسئلة تمام؟ وانا قلت ان انا ان شاء الله هشرح المشروع الحمدلله فيه جزء منه السجل فيديو هبدأ ارفعه بإذن الله يعني الواير الشرح والوتر صال الله هرفعه بإذن الله ان شاء الله نضعه على منطقة دارينبورد طيب معلش اسكريين؟ هل شاشة زاهرة عندكو؟ هل شاشة زاهرة عندكو ولا بلزاهرة؟ بليس اسكريين؟ هل شاشة زاهرة إن شاء الله نضعه؟ هل شاشة زاهرة عندكو؟ فيذن الله؟ اظن الله تابعه نشارتين اسكريين؟ طيب كان فرو وان شاء الله ظهرة عندكو؟ فإذن الله ازاي اخلي اعمل فلتر للشغل بتاعي انا عندي دلوقتي حاجات مرسومة سواء كهرباء او تكييف او بلومي عايز اخلي حاجات تظهر و حاجات تظهرش حاجات بلون و حاجات مش لون البيبي الجزء الاولان دوت بيديني تحكم في كله يعني يقوله ايه ما تزرليش البيب او ازهرلي البيب او ازرولي بلون كزا فبيعملو في المشروع كله ما بيعملوش جزء دون جزء يعني وجدت الترق ايه اخفل البيب و قولترق ابلاي تعم؟ هلالبيب كله اختفت لأ ده نعايز بيب معنا هي اللي تختيفي و بيب هي اللي تظهر يعني ممكن يكون انا رسم بيب للتكييف و مش عايز تظهر في الشغل الصحي او رسم شغل صرف و مش عايز تظهر مع الوطر سبلاي او العكس تمام؟ فبعمل ايه بلع عند حاجات اسمها فلتر الفلتر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن فيفي بتاعت الموديل بس ببدأ احط له شوية شروط بقوله اد بلاي في حاجة جهزة تعم؟ هنعمل احنا مع بعضها هقوله لا انا عايز حاجة جديدة هقوله انا عايز اجي هنا اقوله ايه؟ نيو هقوله كولت ووتر هقوله اوكي طيب كولت ووتر بيقولي الفلتر ده عايزه يبقى مختص بايه؟ يعني ممكن لما اختصر كل دوتر التأثير بتاعه هيظهر مع ايه؟ يظهر مع البلامينج ولا يظهر مع الكهرباء ولا يظهر مع ايه؟ يعني ممكن اقوله بايب بس يبقى كده الخاصية دي هتتأثر على بايب بس ممكن اقول لأ الخاصية دي ليه اللون دي عايزها تبقى في البايب والبايب فيتنج تمام؟ يعني تظهر في الاتنين في البايب او البايب فيتنج اللي انا احددها الشغل طيب يول انت عايز تفلتر بايه؟ اقوله مثلا بسيستيم طيب او سيستيم كلاسفيكيشن اي واحدة فيه تمام؟ اجي هنا ابص على الاختراض بلا عندي دومستي كولت ووتر و دومستي كولت ووتر اقوله دومستي كولت ووتر و اعمل واحد كمان اسمي ايه؟ هو تووتر ده اسم الاسم ده مش فيها رأة ممكن اسميه عمر احمد مصطفى مفيش اي مشكلة خلصة تعم؟ هنا بابدأ اختار الخواص اللي هتمش معاه ممكن اختار كل حاجة بس ساعتها لما اجب الفلتر مش هلا بديني اختار كتير لانه بيدرع حيات المشتركة اجي هنا اقوله في البايب والبايب فاتنج و اختار نفس الحاجة اللي اختارتها في كولت ووتر لانه هما اللي تنشغلين مع بعض سيستيم كاتفكيشن سيستيم كاتفكيشن و اقوله دي اختار هالي هووت ووتر ليه؟ لانه ممكن تكون سيستيم كاتفكيشن مش هي اياها اللي مقابل في سيستيم طوائب فهتعمصر للمشكلة هتلاقي من اللي تنزهروا مع بعض اختفوا مع بعض فانعايز افرق بينهم اقوله ايه اوكي طيب هنا بقى بيقول لي انت ط江 الاجات اللي اختار معاك اقوله القلت ووتر و الهوت ووتر فإمة دي خاصطين اللي ازاع المتدول ل gesamهات هو British باقي ي前رهم معاità طيب و نجرب هشكلة علامة الهوت ووتر ببوله ا собой اضع اimentos الكل توارت الكولت ووتر ازاع الماطماع carefully طب انا عايزهم هما التين يزهروا وعايز اللاين اختار لون تاني الكلدوتر هقوله خليلون ازرق طب الكلدوتوتر اختار لون احمر ممكن اختار يعني اخليه تخين شوية مثلا اهو ممكن اخليه شفاف شوية اديله درجة من شفافية زي ما نعايز طب اقول له اوكي هلا فعلا الموضوع ببساطة خالص اتعامل معي الحاجة اللي فيها خاصية كولدوتر بيت ازرق والحاجة اللي فيها كولدوتر بيت لونها احمر هتلاقي الموضوع يعني ان شاء الله مفيش ايام شكل خالص دي فكرة البيبي نحن قلنا عليها المرة اللي فاتت باجي هنا في فلتر وابدأ ازبط الفاتر اللي فتحتي ممكن اقول له انا عايز واحدة كمان مثلا داكت سابلاي نيو واقول له داكت سابلاي وراح ما اختار داكت داكت ممكن اختار داكت سيستيب ممكن اختار كل اللي انت عايز ما فيش امشكل خالص تمام؟ انت بدأ شوف ايه الحاجة اللي انت محتاجة اقول له هنا انا عايز لها بس انا بالطيب النيو هالطيب نيم فيه عندي داكت سابلاي؟ انا باش محدد مهم باش مستيب طيب بيبقى بالسيستيب طيب اه زارت معي بسيستيب طيب اقول له سابلاي اير اوكي وابدأ اضبط لوم معاين يعني اقول له مثلا دكتسبلاي ده خليه لون كذا والرتين بلون كذا والاكسوست بلون كذا ابدأ اضبط الأوام بتاعته اوكي وابدأ اشتغل عادي فده بالنسبة للفليتر كان فيه ناس ايه طلبة اتنها تتاعتين ماشي؟ طيب لحده فيه اي حد عنده يسأل في اي حاجة حد فيه مثلا في الجزء في الشرح الفاتفي اكيد طبعا الحاجات واجتشو واضحة نوضحها تاني او نقولها تاني طيب ابص كده مع بعض سريعا على بعض الحاجات كده في في الكم سيستن او تقريبا قدنا ايه عندنا ده نرو كل الحاجات اللي هنا تمام؟ فيه بس في بعض الحاجات كده اقولها على مسلا باجي هنا بلايه زرور اللي تحت ده حاجة اسمها مكاني الكلسياتين ايه مكاني الكلسياتين دهوات ده هنا اول ما بدوس عليه بيديني شوية خصائص ان انا اضبط الحاجات ازاي من اول حاجة هنا بلايه هاجة اسمها هيدللاين يعني ايه هيدللاين؟ بيقولي لو فيه دقتين فوق بعض او فيه دقتين فوق بعض او بايم فوق بعض تمام؟ يعني لو عام دقت دوت وهرسم دقت تاني تمام؟ بس على الارتفاع مختلف تماما تمام؟ شايف ايه اللي حصل؟ خلى فيه واحد فيهم مخفي يعني لو جيت هنا بلايه هاجة اسمها درو ميب هيدل يعني خليه هيدل شوي طب لو شلتها كده قلت له اوكيه تمام؟ هتلاقي ايه؟ لو انا هتلاقي ان واحد فيهم اخفتتين خلص تمام؟ طيب لو جيت هنا وعلمت عليه هتلاقيها يرسم لي الدقت اللي هو اللي تحت اللي هو مخفي شويه هيرسمه هيدل لايه وبدأ يعمل فاجوة هنا وفاجوة هنا الفاجوة ديت بلايه عندي حاجة اسمها يعني فاجوة الداخلية اللي هي دي معمولة واحد بستة من عشر طب لو غيرتها وخليتها مثلا ايه؟ ماسك خليتها ستة من عشر بس شوفها كده مع بعض او الخط اللي شايفت بفاجوة اللي جوه دي بدأت تصغر تمام؟ يبقى احنا كده لو جلنا نحل الجزء بتاع هيدل لايهن دوت لما بعلم صح الدقت اللي تحت بيبدأ يظهر كخط هيدل لايهن لو شلتها ما بيظهرش خلص يبقى الدقت اللي فوق بيغطى الدقت اللي تحت اللي بعد كده لانستايل بقول انت عايز يظهر بقانية شكل يعني ممكن الخط اللي تحت دوت اخليه يظهر بشكل هيدل او هاتش اقول له هيدل لايهن مثلا اوكي بدأ يظهر بشكل خط هيدل تمام؟ لو الخط كبير شوية هتبدأ بقى تظهر خط مسافة نقطة خط مسافة نقطة كده تمام؟ التهشير بتاعه يبدأ يظهر طيب الاوتسايد جاب اللي هو شكل اللي بره دوت ممكن اقول له ايه خلي ده بوين ستة وخلي ده سنجل لايهن مثلا بوين ستة اقول له اكي بص شكل اللي برده بدأ يقرب بقى مسافة بينهم صغيرة كل ما بصغر كل ما شكل ايه يقرب من بعض ده بالنسبة ايه للهيدل لايهن؟ الهيدل لايهن دوت مشترك بين الدكتات والبيب مشترك بين الدكتات والبيب فلو انا شغلتها كيف وهغير فيها لازم استعزم من بتاع البلومنج والبلومنج لازم يستعزم مني نتفع على ارقام مشتركة لان ده هتتأثر عندي وتأثر عندي الدكت سيتنج يبدأ يديني شوية حاجات زي ايه زي مثلا عايز تحط المسافة اللي بينهم هتبقى ايه؟ مثلا عالمة V ممكن تكون انت عايز تعملها X مثلا تمام؟ ممكن تكون انت عايز تعملها X صغيرة ممكن تكون عايز تعملها عالمة V ديت عالمة زائد اللي هي مثلا 600x600 هتبقى المسافة بينهم ايه؟ بشكل دوت طيب بعد ما تخلص خالص عايز تكتب ايه؟ يعني عايز بعد ما تخلص خالص اقول له مثلا M M فبعد ما يكتب 600x600 هتكتب M M مثلا ده مثلا تمام؟ طيب الراويند زغط عايز قبل ما يكتب الراويند يكتب ايه رمز صاشي؟ وعايز لما يخلص يعني هو انا بعد ما يخلص الراويند هيكتب الرمز ده ممكن يخلي الرمز ده في الاول ده مجرد اه اختيارات ليه انت لو انت عايز تغير فيها غير مش عايز مش عايز انها كويسة اه اشتغل عليها اللي اوفل انا ما بحبش الوفل القاصة لان اح مش اغلش بيه فاول ما بلاقي اوفل لازم الغيه تعم؟ هنا بيقول لي لو انا عندي في رايزر او في دروب بيبقى الانوتوشن ماسود ده ايه؟ شوف انت بعايز تخلي الانوتوشن ده تعم؟ عندي هنا حاسمها الكونفيرشن ده لو انا عندي الشكل اللي كنت رسمه وضقت بلسولدر وعايزي حواله وضقت بيقول لي هيبقى الالبو انجل قد ايه؟ المين هيبقى شقاني مين تمام؟ البرانشات هتبقى اني برانشات تمام؟ تبدو انت بتشوف هتكتر اني نوع هتكتر الاوكس قد ايه؟ الفليكسابول اقصى حد الفليكسابول قد ايه؟ طبعا الف ستبن مائة كتير كل الشركة طبعا بيبقى فيه يقول لك انها مقصب ايه؟ فليكسابول بتاعنا كذا في ناس بشغل سبعمائة وخمسين في ناس بشغل الفليكسابول في ناس بشغل الفليكسابول ازاي ما الشركة عندك شغلة الريكتانجل ممكن تزود صيز لو انت عايز يعني مثلا عندي ممكن اقول له دكت وراح مزود مثلا عندي ناس تبصر ممكن ازود ايه ما ستعايزه قوله ناس تبصر تمام؟ وتقول له ايه دليت تمام؟ ممكن تشيل على المصطح هنا ده في سايز ليست يعني لما اقول له ايه سايز ليست ده؟ لما اقول له نرسم دقت بيبدأ يظهر لي اهي ده سايز ليست تبدأ تختار منها تمام؟ طبعا تاتا بوصة مش حادي بشغل تاتا بوصة فممكن تتشيلها تمام؟ هاجي هنا بقول له الريكتانجل هشيل تاتا بوصة مثلا دليت تمام؟ لو انت عايز تشيلها ده ut size list بس 하겠습니다 طبعا الوفل طبعاً الوفل اللي محس بشغل الوفل خادر الإمكان تشيل الوفل ده عشان ما يلوطقش يعني انت لو تعرف أي حاجة خاصة بالوفل تشيلها، تشيلها الراون دي برضو نفس الفكرة، ممكن تزود صيز، تلغي صيز، تخليه في صيز بس بس، ما تخلوش في صيزنج البيب سيتنج هي نفس الخصائص اللي موجودة في الدك سيتنج نفس الخصائص البيب كوننكتور، البيب رايزر دروب، البيب فايتنج انوتيشن سايز هي بدي إيه؟ برضو دي نفس الحاجات هنا عندي بقى إيه؟ عند لما بقى عندي سايز 15، بيبقى كتر الدخيلة دي إيه؟ وكتر خارجة دي إيه؟ دافل ستيل، عندي كذا نوع، بابدى أشوف كل نوع والحاجات دي ستاندرد، بس لو أنت عايز تعدل فيها لكن انت تتعدل فيها تمام؟ يعني دي حاجة ستاندرد، بس أقدر إحنا مصرين اخترعات عملنا حاجة ديدة، فممكن أن نعادل في الجداول دي بس الجداول دي جاي من الشركات، مفروض انها بزبطة ده كمية الفلويد، لو عايز تعدل برضو فيه الاسلوب، ممكن اللي عايز تزود اسلوب جديد أو تلغي اسلوب من الموجودين تمام؟ ده بالنسبة للميكانيكال سيتنج انت تحتاج ان انت تزبطها مرة واحدة بإعدادات الشركة اللي الشركة متعادة عليه وخلاص على كده برضو الاختبارات بلاي فيها حاجة اسمها electrical setting هنا بيبقى اسمها مس هنا electrical ES بادوس هنا وبيقول له hidden line بلاي نفس الاختبارات هذا حاجة فوق حاجة، تمام؟ لو فيه electrical connector، هتخلي الرمز تحقي ايه circuit named by face الـ.. ايه هتسمع ايه؟ فيه ناس بيتسمعها أسامة تانية غير الـ A والB والC شوف انت الاختبارات اللي عندك في الشركة ايه و اكتبه عادي يعني انت عايز اسمه X,Y,Z زي ما انت عايز كل شركة بيبقى لاخترات تمام الويرنج من الحاجات اللي مكادش موجودة و حملتها بفاملي من حاجات تانية حاجات اسمها هوت وير تيكت تيك مارك تمام دي حملتها من مشروع تاني بدأت تظهر معي بس جيت هنا في الشو تيك ماركت ولتلوق الزرها قلوس تمام لو انت عايز تشوف الشكل بتاعها فهنا نشوف إلكتركل باقي هنا بلاقي بلاقي ان هو بيرسم لي مثلا دي فيها وصلة ارضي فيها وصلة كذا ممكن تزاود زي ما انا عايز فالوصلة دي مكادش موجودة المرة اللي فاتت لما كنا بنشرح و حملتها من مشروع تاني حملت الفاملي من مشروع تاني فاشتغلت معي بوقت حملنا الموقع بتاع أوتدستك تمام دي هنا الويرنج طيب اللي موجود في المشروع تمام 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 لو انت عندك فولت تاني بتزاود الفولت بقول له انا عندي مثلا فولت متين وثلاثين الكمية بتاعته متين وثلاثين المينموم مثلا متين وعشرة هنا مثلا متين وخمسين يعني اي فولتات عايز تزاودها بتزاود الفولتات انت عايزة ديستربيوشن سيستيم ببدأ حط ديستربيوشن سيستيم بقول له مثلا نخد من خليه مثلا سري فيس بقول له البغير عندي اربعة بقول له مثلا اللي تشوفتها مثلا مثلا متين وثلاثين واللي اللي اللي عندي مثلا ربعمائة وتمانين بداها يبقى اسمه ايه؟ ربعمائة وتمانين في على متين وثلاثين وانا كده ازبط الديستربيوشن سيستيم لما اجي احط اي مكنة اروح اربطها بالديستربيوشن سيستيم معين عشان شغل بتاعي بقى ماشا مضبوطة ده كمورتري سيتنج نفس الخصوات برضه رايزر دروب اللي اشوف تزيز بتاعها بقى دي هممكن نختار شكل دي بالنسبة للإي اس ممكن نزبط برضه شكل الدروب بان انا اجي هنا في الدبط مثلا اجي بص على الدبط اه لايه هنا عندي مثلا اجي هنا اقول له ورنيني طيب بربارس تحتك بصوت تحتك بلايه دي الرايزر دروب سيمبل برايح مختار شكل دي هممكن اقول له الدروب بتاعك هب عبارة عن خط وخط تغير قطع معين ممكن اقول له لا ده بالشكل ده دي بدا كل واحدة فيها تزبطها حسب شغل بتاعك تمام؟ كل شركة ببقى لها يعني السابلاي بيبقى خطين مثلا متقطعية ممكن شركة تقول لك لا انا عايز اخطين متقطعين كروس واحدة فهمت وامليان من ناحية دي كروس فيلد فانت بتزبط الخصائص حسب موجودة في شركة معي تمام؟ لو هي يعني حاجة ما ينفعش تتغير ممكنش حطه لان انا اغير فيها وزبطها زي ما انا عايز من قلب الشركة من قلب البرنامج تمام؟ طيب انا اغطينا الجزء بتاع السيستيم طيب المانش المانش دي عبارة عن ايه؟ مبدأ ازبط الاعداد بتاعتي وده الاهم حاجة اللي نحن بزبطها في التمبلات يعني اهم حاجة بزبطها في التمبلات مش نحن نبعد نخش في الاستراكشور ولا في الانوتيشن يعني قليل انما اكتر حاجة بزبطها هي قامة المانش المانش اهم حاجة فيها بالنسبة للطباعة اللي هي اوبيكت ستايل اوبيكت ستايل دي باجي فيها وابدأ اقول له اللير ترمينال هيبقى التخاني بتاعتها قد كده واللائن كالر بتاعها قد كده واللائن باتر بتاعها قد كده تمام؟ مثلا لو انا عايزة خفيفة اقول له واحد لو عايزة تبقى اتقل ابدأ اكبر في الرقم بتاعي تمام؟ ده بالنسبة للمودل اوبجكت في الانوتيشن برضو ابدأ اشوف مثلا الاتاج هل اتاج انا عايزه خفيفة ولا تقيل لو عايزة تقاله هرح اتقل الرقم وابدأ اشوف اللائن كلا الوبجكت ستايل بيأسهر في المشروع كله بس لو حاجه معموله في الفي بي يبقى الفي بي هي اللي بتاخد اقوى يعني الفي بي درجته اعلى يعني لو انا مزبط الارترمنال في الوبجكت ستايل في الفي بي الفي بي تبقى خاصة باللائن ده بس فبتبقى اعلى من اللي انا خاصة حاجه كاملة للمشروع كله سنابس دي اللي هاتجازه اللي هيك هتموجودها في الاتوكات يعني ممكن اقول له ايه انا عايزك لما ارسل حاجه تبقى اند بوينت ميت بوينت ممكن وانا بارسل يعني ممكن لو انا بارسل حاجه ماشي تمام ادوس كليك يمين بلا عنده حاجه اسمه سناب رح اقيل له انا عايزها ايه من الاند بوينت عايزها من ميت بوينت مجرد بس بدوس كليك يمين اقل له سناب اقل له ايه انا عايزها من الميت بوينت ايه بدأ ايه يعمل التجازه ايه من الميت بوينت تعمم؟ ده بالنسبة للتكاسب ماشي؟ هنا الديمنشن لو انا بعمل سناب حسر بالزوم اللي انا عامله لو انا عامله زوم مقرب قوي هشغل بالخمسة لو انا بعد شوية عشرين لو انا بعد قوي مية الو انا بعد قوي هشبق ل تمام؟ ممكن احفظ الاخسارات ديت الاخسارات دي سهل قوي يعني ס ,i لماذا إيه ؟ اسناب ,إنتبوين ,ثناب متبوين ,ثناب NEAREST فالاختيارات هنا مش صعب الناس احفظها بعد كده باجي على project information project information دي هتبدأ بدأ دخل بيانات المشروع بتاعك اسم الملزمة بتاعت إيه ؟ البصر بتاعتها إيه ؟ الbuilding name الكتبات اللي ام اكتبها هنا علطول بتظهر في البنده مجرد ان اكتبها هنا البروژيكت نام ده بكتبه بيظهر علطول قليل في كل البنده ابدأ ادخل البيانات اللي هتردمني فعمل حسابات تكييف يعني اقول له ده مثلا المبنى ده عبارة عن مدحف عبارة عن فوندو عبارة عن تاونهول اي حاجة انا عايز ابدأ ازبطها بازبطها برضو ايه من هنا تمام بابدأ ازبط المكان بتاعي جراوند بلين اني دور هو دور الجراوند الممكن تكون انت مثلا عندك تنبيزمنت تختار الدور الثالث اكتبورت كاتوكري هل انت هتعمل بالروم ولا بالسباس اخلاها بالروم اسهل بدلا ما نعمل السباس تاني خلاها بالروم بعدكها خصص الانيرجي الكوروفس قد ايه التارجت ستين الهاي بدلا ازبط الخصائص كي انك انت تشغل على البرنامج الهاب مقرد بس باتدخل البيانات اتخاصة بالمشروع بتاعك اجي فاك سيستيم هل انت تشغل بالبي اي بي ولا بالشيلر ولا بالفانكويل يونيت ولا يعني انت تبقى شوف ايه الحاجات التي انت تشغل بها في المشروع ده مقرد ان انت بتدخل الحاجات ديه هو اوتوماتيك بها بيبدأ ايه يستغلها اثنان ما انت تشغل في المشروع البروڻيك برامطر ده هنابجوب لالبرامطر بتاع المشروع سب ديسبلين ده عبارة عن برامطر سب ديسبلين بيقولي ان البيو دوة be expensive ولا ووتر ولا فاير ولا ايه بذلك. سبتتبلي عبارة عن بردر. لو مش موجود. لو هو مش موجود. بقول له add. ممكن اقول له مثلا سبتتبلي. 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 هقول له مثلا ده عبارة عن ايه. ده عبارة عن حاجة خاصة بالبيوهات. يبقى انا هاجي هنا في البيو. ورحتها في البيو. بوك كمان احطها ايه في الشيت. هو عبارة عن كومن ولا تكييف ولا ايه. هو عبارة عن كومن. طب هو طول ولا تكست. لا تكستعدي خلص. هتحطه في الانجروب. ممكن احطه ايه في الجرافيكس او احطه في ال جنرال. او غالبا في الجرافيكس. كيبقى انا حادي حاجة اسمها سبتتبلي. مبارة بتوتى بالبيو. او ممكن بقى ازبط عن طريقها. ابدأ اعمله فيلتر ابدأ ان اتظامه. عن طريق سبتتبلي. فدي طريق من ضمن الطرق اللي انا ببدأ اضيف البرامتر. ممكن اضيف البرامتر للروم. مثلا اقول له الروم دي مثلا هتاخد كمية تكييفة دي ايه. ممكن اضيفها اللايتينج. اي برامتر عايز اضيفها لاي حاجة. بضيفها من هنا. ده اسمها برويجيكت برامتر. تبام. ده البروجيكت يونيت. ده احنا اتكلمنا في قبل كده. انا ببدأ اضبط البروجيكت يونيت التحت. الوحدات انا اشغالبها في المشروع. شرد برامتر ده ملف خارجي مشترك بين المشاريع كلها. تمام؟ هو عبارة على ملف تكيس تعادي. بحط فيه البرامتر اللي انا ممكن اشتغل بها في المشروع. ماشي؟ ده ترانسفير بروجيكت تاندرد. ده لو انا عندي مشروع تاني. بمكن اسحب منه كل المعلومات الخاصة بي. يعني كون انا افتح مشروعين. بقول له اسحب لي. تمام؟ اسحب لي كل المعلومات الخاصة بي. يعني ارتفعات الكتابات. الاعادات بتاعتي. الاعادات بتاعتي. طيب. بدلا ما ادخلها تاني. بدلا ما ادخلها تاني. بروح سحبها من مشروع المشروع. من ايه؟ من الترانسفير بروجيكت تاندرد. تمام؟ وممكن لو انا عايز اسحب. عايز اسحب ايه؟ عايز اسحب اسكادولات. يعني اسكادولات بتاعتي في مشروع. عايز اسحبها في مشروع تاني. مش اجابها بقى من هنا. لا. دي بقى باجابها من insert. تمام؟ بلاي عندي حاجة هنا. insert from file. بقول له insert view from file. باسحب الاسكادولات من هنا. بالمرة عشان احنا اتكلمنا على اسكادولات النهاردة. بروح مختار الملف الريفت اللي انا عايزه. بس في ملاحوظة. حاول تختاره بكل نفس الاصدار يعني. عدد في ملاحوظة 12. لانه في ملاحوظة 12. هياخد فترة على ما يعمل له upgrade. ممكن تاخد له ساعة ونص مثلا. تمام؟ فحاول تختار حاجة تكون على نفس الاصدار بتاعتي. وليكم مثلا دوت. اقول له open. هيبدأ يفحص. ويبدأ يشوف الاسكادولات الموجودة هنا. ويبدأ يجيب هالي. فهذه هيبت بصراسة. لبدأ ما نبدأ الاسكادولات من الأول جديد. فنفس حابه هو automatic. بياخد المعنوط اللي عنده في المشروع. ويبدأ يملبان الاسكادولات. بيجيب له هالي اسكادولات. فانا ببدأ يشوف هالي اسكادولات اللي أنا عايزها. وعندي report اللي أنا عايز أخذ ال report. اهو. تخف كل اسكادولات ديت. وقول له okay. خلاص الاسكادولات دي بيها بتبدأ تظهر معي. بقلب ال project browser. بيقول لي في واحد موجود بناس ليس. خيب ممكن قبل ما أخذ الملف دوت أغير اسمه. بحيث ان هو يجي معي. تمام؟ او بدأ يغير القوات بتاعته بدأ يغير كل حاجة عندي. تمام؟ اسكادولات هاتهيرت. بدأ يغير الباي بتاعت المشروع دوت. نرجع تاني لقيمة manage. تمام؟ ده اللي سرقش في setting طبعا ما نجح بخالص. شاب تبعا. أمر برج من الأوامر اللي بحذر باستخدامها. أمر برج لو استخدمته. بيلغيل كل الفاميلي اللي أنا ما اشغلتش بها. لو في فاميلي فيها كذا طيب. وأنا اشغلت الطيب واثنين وسبت التالت. هيلغ الطيب التالت. فما استخدمهاش غير في ملف. فأكون أنا واخده على جنب. وأخد منه نسخة على جنب حشان أبعته. تمام؟ فباستخدم أمر برج. أمر برج ما استخدمهش وانا اشغلت في المشروع. باستخدمه لما يكون خلاص المشروع وخلاص واسيبه خلاص. تمام؟ ده المكانيكال سيتنج وإلكتريكال سيتنج اللي احنا نستخدمه من شوية. تمام؟ طيب. باستخدمه بلاي. ده اللي لو نعايز أعدل في شكل الأسكادولات بتاعة الكهرباء. تمام؟ تمليل بتاع الكهرباء. اللي أنا لو عايز أجابها بقول له Analyze. ده أنا عايز أعمل جدوت كهرباء. باستخدمه هنا بقول له أسكادولات كوانتيست. إلحبتها الكهرباء. ده أنا عايز أعمل جدوت كهرباء. وأوقع لغ wholesale. Lost base. ده لطهن ما. 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 طيب ماشي system ماشي اجينا من قائمة منش ده المنش تمبيليت لو انا عايز اضبط تمبيليت للنشوق التاعي بقوله مسلا ده انا عايز اللغة البرانش طيب ممكن احطه فيه مسلا صفة او صفين او تلاتة او one column زي ما انا عايز ابدأ اضبط تمبيليت بتاعي ايه او كون من اطباعات معايا ان انا لسه ما اضبطش system في المشروع ده او system ما اضبطش فبدا لسه ما ادنش ان انا عامل تمبيليت ايه تمبيليت اوكي ابدأ اضبط شكل تمبيليت بتاعي او عامل زي الاكستيل المجرد انا عايز مثلا ازود خانة هنا ازود زي اللي انت عايزه ممكن تشيل الخانة زي ما انت عايز اتوفى عليها وتشيلها delete 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 او عايز تدبوك اتنم مع بعض او عايز تحط صورة طيب هنا بقى بلاء الاعدادة كلها بتاع المشروع يعني بقول بلاء حاجة اسمها مثلا fill better ده الهاتش بتاعي ممكن اجي هنا اقول له edit وعدل في الهاتش زي ما انت عايز يعني ممكن اقول له مثلا خلي الهاتش دوت اعدل اي شكل لي اتعم اقول له بتاعكم امورت رح معدل لو في عندي بتن جهز edit اممكن اقول له مثلا خلي الدوية بتحت مسح 45 خلي المسافة بينه مسح 50 تبدأ تظهر معاه الشكل دوت فابدأ ازبط الشكل البتن عندي المشروع ممكن اعمل بتن جديد ممكن اضيف اشيل بتحكم انه بكل حكة خاصه بالبطن مناначала منات بالأيجين الانراز يسمى ليه ستايل اللي عايز تعدل فيه ممكن تعدل اللون بتاعه وممكن تقول له شو غيرد لاين انا مبدأ الكتابات بتاعتي الرفعات الكتابة الازدارة بتاعي اللين ستايل انا مبصة على لين ستايل دي كلها لين ستايل مثلا انا عند لين ستايل اللي هو بتاع الميكانيكال الميكانيكال اهو الميكانيكال الهيدي ممكن اقول له لا خلوه تقيل شوية اخلي لونه ازرق وخلي البترن بتاعه بالشكل دوي طيب خناها نرسم كده خط عشان نرسم حاجة خطوط بقول له انتيت لين لين وباقي من لين ستايل هنا بابدأ اختار اقول له مثلا ايه ميكانيكال هايدين وابدأ ارسم الخط بتاعي باللين الخط هو بدأ يتعمل هاتش وبدأ يبلونه ازرق فعلا وبدأ يبقى تقيل ثنة تغيرها لانه لم اختروا اثنين لو اخترت رقم كبير هتلاقي الخط بها تقيل جامل ماشي اجي مقابلت منيش هنا ورح نختار مثلا لين ويت دي المفروض ان الجزء ده مغارش فيه انه هو ستاندرد تمام ده بيقول له مثلا لو انت هتدف شغال واحد لمية تمام واحد لمية وعايز تخلط اللون مثلا واحد هتبقى بكزا بابدأ ازبط ايه مش بزبط بابدأ ام اعرفها انها مثلا الواحد دوت هيبقى سمك بتاعها كزا الاتمين هيبقى سمك بتاعها كزا تمام ده الموضل الان ويت مجرد بس ايه ممكن تتبع الورقة دي وتحتفظ بها ان انا لو اطبع واحد المية يبقى سمك بتاعها كزا اطبع مثلا واحد الى خمسين لو اخترت واحد هيبقى سمك بتاعها كزا لو اخترت اثنين هيبقى سمك بتاعها كزا ده ده كأن انا ايه بعمل معادل الاتباع في الكات يعني لما اخترت لاتة في الواحد الى خمسين هيبقى سمك بتاعها كزا الواحد المية هي بسهوك بتاحها مثلا .25 الواحد المتين هي بسهوك بتاحها .18 فالورا دي ما حاش بيعدل فيها لكن انت تعدل فيها بس ايه؟ هي حاجة standard وما نعدلش فيها برضو line pattern لو عايز تعدل فيها sun setting لو عايز تعدل زود من الشمس او كده الكل out tag ال division tag الرمز نفسه لو عايز تعدل فيه تقول له مثلا لا ده انا عندي ربوس ثانية ممكن بدل ما هو شكل دائري تخليه مثلا على شكل مربع ممكن تخليه شكل field مليان بل ايه عند راو hit دي الاسوب اللي هنشتغلين بها ومسلا من شورات فممكن اقول له ايه؟ لو انا اخترت راو 3 degree اعملوه شكل راو او ممكن اقول له لا خلولي بشكل ده عنده اشكال كتيرة بده اختار منها فلتك خليه مليان فل السهم خليلي الزاوية كبيرة زاوية تغيرها مبدأ احدد الزاوية ممكن اقول له duplicate واعمل واحد جديد وغير خصص تحته اقول له ده مثلا خليه بده 60 تعم؟ فده المشاورة تحت الكتابات هتاخد الخصص بيعتها من هنا ماشي؟ تمبورتو دايمينشن ايه تمبورتو دايمينشن دوت؟ او حتى تبص هيقول لك سنتر الوال باب سنتر لاين الحاجات دي طب نعرف ايه هي وهتكلم ده نشوف نعدالها ازاي لما انا مجرد بس اعمل سيلكت على الباب اللي بيحصل بتعمل لي تمبورتو دايمينشن هو ده المقصود هو ده المقصود تمبورتو دايمينشن جابها لي من نص الباب ممكن انا نكون عايزها من اول الباب من ناخر الباب زي ما انا عايز طيب طيب انا لو جيت كده ممكن اتمنش وجيت هنا قلت له تمبورتو دايمينشن بقول له لا ما خليهاش من كذا خليها لي من الابنينج خليلي الولده مثلا من السنتر لاين من الفيسيز كل الاعداد دي لما بقى فين على الباب تعم؟ بلا انه ما جابهاش من السنتر لاين لها جابها لي من اول الباب ومن اخر باب من عند الابنينج نفسها تعم؟ فده الاختيارات لازم بتزباطها على الحاجة اللي انت متعود عليها الديتي الليفين اللي هي اللي بتحت دي بقول له ايه؟ استخدم لما انت تكون هتعمل الحاجة جديدة نيو في يو تمام؟ لو البيو لو انا عامل حاجة جديدة واحد لعشرة هيبقى فاين لو عامل الحاجة واحد لعشرين هتبقى ميديم لو اعمل حاجة واحد لخمسين او واحد لمية او واحد لنتين هتبقى كورس عايز تعدى الحاجة من دول بتبدأ بقى ايه التنقل ممكن تخدم كلهم فاين مثل انت عايز يعني اول ما تعمل تبيو جديد اي حاجة من دول هيبقى فاين الاول كان في حاجات ميديم و حاجات كورس فانت بتبدأ تختار اللي انت عايز يبقى فاين اول ما يبدأ و اللي عايزه ميديم و اللي عايزه يبقى كورس تمام؟ هذي انا بالنسبه الخاصات على السرير كده تمام؟ المتيريال بگزبط قطول كل حاجه الحاجة تمام يعني ابدى اقول له مثلا اه ابتقد المتيريال بتاعته كذا وابدد بگزبط الاخت civilization ممكن إن اقوم بتقبل ان اقوم بتجد خاصاته قافل ل Hyp Jobs عايزة نحيس. اقف على البيب والمدينة حيس. تمام? ده المتاريات. وغالباً اللي بيستخدم موضوع المتاريات دوت بيبان اكتر لما يكون بيعمل اظهار للحاجة. يعني يكون بيعمل رندر للشغل بتعمل. تمام? ايه موضوع الرندر ده اللي احنا هنشوف ان شاء الله دلوقتي. مع بعض. تمام? اللوكيشن ده اللي احنا لسه جابينا برضو من هنا. مقارب بس بيتحدد المكان اللي المشروع موجود فيه. يعني دوس لوكيشن. وزي بدت تقول المشروع ده مثلا موجود في مصر. طيب انا ايه الفايدة ان انا قلت له المشروع ده موجود في مصر ولا في سعودية ولا كيه? هو اوتو ماتيك. هو يلوط الويضر. اوتو ماتيك هيلوط الشمس. يعني هو فهو فعلا بياخد مشروعات حقيقية باش معلومات حقيقية باش مغرد انه يبطلوا رقم كتبوا عنده خلاص ممكن اقول له مثلا انا جاء في كايرو فهو اوتوماتيك هيولوت الجاو بتاعنا احنا ما كنا بنزلها في المدينة حار جاء في صيفا ممتل شتاين حاجزا كده تمام؟ هيولوت المعلومات اللي هي موجودة في قلب وحد الأرصاد المصريين ويبطلوا كمية الرطوبة وكمية الحرارة وكل شهر درجة الحرارة ديه لو شلت العلامة ديه تبدأ تغير الرقم لو عايز تتبه دي ما هي خلاص هو اخذها من المطار بتاع الكهيرو مطار الكهير الدولي ممكن اقول له انترنت مابينج هفتح للخريطة بتاعة جوجل ايرس وتبدأ انت تختار من جوجل ايرس المدينة اللي انت عايزة تمام؟ انا لو عايز الف المشروع ممكن اقول له روتايت true north ولف الترو نورس بتاعي بس قبل ما الف الترو نورس هاجي هنا وقول له ان البيو دوت مش هشغل بالبروجيكت نورس هشغل بالترو نورس البروجيكت نورس كل المشروع ليه شمال القص ديه الترو نورس هو الشمال الحقيق هاجي هنا وروح اقول له ايه اه انا قد تلافيته قبل كده هاجي هنا اقول له ايه روتايت ترو نورس وروح امغير ترو نورس بتاعي كده بدأ المابنى هيلفي معاه شوية ماشي؟ لو عايز المابنى يشغل معاه عادي اقول له ايه برويكت نورس ديه اهم الحاجات اللي موجودة في البيونامج الريبيت لو جونا نبص على موضوع الرندر اللي احنا رسلنا نعلم شوية لازم يكون نوقف في 3D تفهم؟ وممكن اقول له ايه انا عايز اشوف المابنى لابش الميكانيكال في الارتكشور مش تفر كتير يعني بس ايه او ده كده تظهر في الارتكشور عايز اعمله رندر اعمله رندر ازاي؟ يعني ايه رندر؟ رندر ده بتوع السري دي ماكس عارفينه جابت جدا يعني باجي هنا بلاقي عندي هنا حاجة اللي هي ابري الشاي دوت بدوس عليه بتظهر لعملية الرندر بقول له انا عايز اعمل رندر باختار درجة الرندر بتحتي درجة الكواليتي بقول له مثلا انا عايزها لو لو انا اخترت البيست او الهاي هاجبها لي درجة تضوح عالية جدا بس ياخد وقت هقول له لو وقول له رندر هيبدأ يعمل لي رندر للمشروع ده رندر اللي اجيب لي صورة قريبة من حقيقة عسب الخمات اللي انا دقلتها الماتيريال اللي انا دقلتها طب انا درجة تضوح بتكون اللي اعمل خطة قريبة من حقيقة بيبدأ يعمل رندر ولو بدوسين هنا بله عند حاجة اسماريز اليوش هل انت عايز ذي الحاجة دي سكرين انتعارضها على باوربوينت او اتعارضها ماذا لنفسع على جهاز من اجهزة العرض ولا عايزها هتتباحها طبعا في البرنتر بيجيبها بدل بتضوح اكتر فانت تختار سكرين او برنتر زي ما انت عايز هنا اللايتنج هل انت استخدم دوء الشمس بس ودوء خارجي ولا دوء الشمس بس داخلي ولا استخدم الكشفات هيبدأ ياخد الكشفات اللي احنا حطناها دي واستخدمها في الانورة الحقيقية بجي لو انت هنشوف حاجة دي مع بعض بس على ما نعمل رندر بس كده هنشوف واحنا كده عاملناها لو فالذلك المبنى مش مش شكله لطيفا ل若 انت اختارت هاي هيعمل لها درجة وضوح عليها بج Aground باول له مثلا انا عايز تكون فيها الصحب عادية صحب كتيرة مش عايز ايصحب خالص عايزة احطلها صورة ماشي وبعدما الصورة بتتكون بعد عملت رندر للحاجة بلای عن pagan ignختارية بلاي existem two project سيستفع الصورة دي في المشروع كأنه بيو عادي او اعمل لها كسبورت راح يستفع على ديسك توب يبقى عندي الاختارين دول سيفتو بروجيكت وكسبورت هوا كده بيعمل رندر زي ما قلنا لو اخترت هاي أو بيستا يجبالك احسن من كده بكتير بس عشان بس الوقت ممكن تبقى تجربها مع نفسك لانها هتاخد وقت كتير هنبايع لها مثلا عن 4 ساعات في المحاضرة ولو عايز رندر حلو طبعا سري دي ماكس بس سري دي ماكس برنامج كبير فممكن تختار برنامج مثلا زي اليومون او برنامج زي شو كيس شو كيس تابعة تو ديسك واليومون بيش تابعة تو ديسك والاثنين شغالين ممتازين ومفضلهم عن سري دي ماكس لانه برنامج يوم تخصي هقول له سيفتو بروجيكت راح بيسافة في المشروع باي اسم عايزة هقول له كسبورت اروح ايه؟ مخرجه بيقول انت عايز تحطون فين مثلا عن ديسكتوب اروح مخرج الصورة دي طيب برنتر هتلاقي الارقام اختلفت تماما ليه اللي اندي دي هتبقى طبعا ولو اخترت درجة فضوح عالية الصورة هتبقى واضحة جدا لو اطلوا 600 هتبقى درجة فضوح عالية جدا تمام؟ بس طبعا هتاخد وقت اللايتنج طيب خلينا اللايتنج هنا ممكن تختار بقى صن زايد الفكل يعني ندوس نوعي تمام؟ خلانا نختار هنا نشوف انا عنده ساكاش ملاقة ان تقل ذرا bueno أتقدر ينسؤى ن utl section نزار ندار معي مناشي تعال نختار القزاد كده طيب لو انا قلت له اعمل لي render و قلت له اعمل ها لي ايظن هم شوبها كشفاتها يجبنا ضغل هولو رندر اه هولو سكرين انا كنت مختار بنتر فبيقول لي لا ده مشكلة تعال نشوف ها يعمل رندر انا نشوف احضرنا طبعا انت لما تعمل مشروع اه لو انت عملت مشروع ريفت طبعا ده دي بحد داتحك كويسا بس لما انت تبعت له البيو بس ويش حس بالجهد اللي انت عملته فانت لازم تبعت له لوحة عادية بيو عادية وتبعت له مثلا معه 3D سكشن 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 3D وتبعت له سكشن عادية يعني تبهيرو تحاولت تبعت له طبعا السكادولات مش منتقش من الجهة فابعت سكادولات عادة ما تقدر يعني ما تبعت له سكادولات فيها كل الكعان قد ايه حصر الكعان طبعا عملت معا جميلة حلو قوي بتبعت له سكشن 3D بتبعت له صورتين تلاتة كده معمولين لرندر حتى لو انت مش محاسبوا عليها فأول مرة بعد تاني مرة ممكن تقول له ايه فأولي من قبل كذا انما تبعت له شغل حتى لو انت تعبت فيه مجرد بلنات نفس اللوحة اللي تبعتها في الكاد مش هيحس بحاجة حتى لو انت مسلا عملت ما خليتش حاجة غبت في حاجة مش هيحس بيه انما الواحد بيعمل له سكشن كده 3D زي ما تشوفت سكش 3D بتعملها مرة واحدة يعني ما تخدش منك وقت خالص الرندر ممكن بياخد وقت في الرندرة بس انت بتعمل حاجة تمام شغل كده هياخد وقت مننا بس يبدأ بس كده يورن جزء بس كده فكرة بتاعته ممكن في الامج بدخل حاجة اسمه ادجاست هنا بابدأ ازبط جدة الاضاءة بابدأ فتح الصورة اغمقها زي ما نريد نفس العادية اللي موجودة في فوتوشوب بلو حتى شغل على فوتوشوب موجودة كل الصورة تكون لها نفس العدات. ممكن تتقرب. لا محتاج ان انت فتحها شوية. لا محتاج ان انت غمها شوية. محتاج ان انت تضبط حاجة معينة. تمام. فانا هكانسل. ايه مادراش بالصورة تحضر. تمام. طيب. طيب. اعايز اوروك حاجة جميلة جدا اسمها اول كسرودية. الوكس رودية. يعني كان انا بمشي في المبنى. ودي بتبقى كواسة جدا. ان انا نخلي او انا نفسي اتفرج على المبنى. واشوف ايه المسار اللي مفروض المحد يمشي. تمام. يعني انا جئت دلوقتي كده. دور الاولين مثلا. دور دوت. ماشي. وعايز ابدأ امشي في المبنى دوت. اعمل ايه. سماعي يا حاجة. بس بقى. بس بقى. طيب. اه. دور انا دلوقتي عايز ابدأ امشي في المبنى. تمام. لما باجي في الشريط اللي فوق دوت. فلاقي عندي. اه. سري دي. وكاميرا. وولكس رود. اللوكس رود دوت. يبقى انها مشي في المبنى. يعني امشي في المبنى. ابدأ احدد اول نقطة انها مشي فيها. يعني ممكن مسلا. ممكن مسلا. ممكن مسلا احدد داني خارجه هوت من هنا. تمام. بديه الاوبس بتاعي. ده المسار بتاع العين مثلا. امشي من هنا. هنا. تمام. هنا. بتبدأ تحدد تمشي في المسار. تمام. ممكن تبدأ تحدد ان انت مسلا هتخف اني حيطه. او مش تسخف اي حيطه خالص. وممكن كل شوية تنزل بالرسباع بتاعك. او ممكن كل اللي عندك مسلا سلم تبدأ تنزل او تطلع زي ما انت عايز. تمام. يعني انت مشروح ايه فبتحاول قدري مكان ما تقبطش في اي حيطه. بحيس تحسس العميل ان انت مشي في المشروح ايه. تمام. بعد ما عملت الولك سروه. تمام. انا بس مجرد ماشي كده عادي يعني. بقول له فيلش اولك سروه. ممكن تخرج بره المبنى عادي. تمام. هقول له ايدي تولك سروه. تمام. بقت تبدأ بقت عادل فيه او انت عايز. او انت عايز اعادل في المشروح. ممكن اجي هنا. اقول له مسلا انا مش عايز الاكتف كاميرا ده انا عايز الاعدل في المسور. تمام. تمسك بقى نقطة نقطة تعادل فيها. او ممكن اقول له في الاكتف كاميرا. بيتعدل في الكاميرا نفسها. تخلالها ببص نحياتي. كمسك بس نحياتي. تمام? ده اول حاجة في الكاميرا. هقول له الاقيابليها. الكيفري منه الاقيابليها هو ببص نحياتي لان اعايز ببص نحياتي. الكي فري من له Practice الكاميرا نفسها ببص الناحية ببص الناحية دي لان عايزها ببص الناحية دي طيب هولو Open WorkStruve تمام تمام هو هنا شكل معايا بش بش جميل لانه هو الالكتريكال فخافي الحيطان خالص هولو Art Texture تمام ماشي يعني انت لك اختيار بقى تختار الحاجة اللي انت عايزة هولو ايه بليه انت كده ماشي قوة المبنى ادعوه ببال طيب خلينا نقوله من اول خالص من السفر تعالى نشوفها كده من اول خالص كده انت ماشي في الطرق اهيت كده انت ماشي في الطرق اهيت تمام 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 انت مفروب بقى بتبدأ تتفكر المطار العادي بتاع الانسان يمشي ازاي تتفكر تمام 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 ده ممكن تضبط بقى كل كامس الليما تروح نازل سنة تنزل سنة تنزل سنة بحيس كأنك تنازل على السلالة ده الوالكسرو ده طبعا مسلا ممكن يكون عندك مكان ممكن يكون عندك كذا سوف ان اللي هيمشي في المكان ده هيخبط في حاجة ولا مش يخبط في حاجة طيب انا ده وقت عملت الوالكسرو ممكن طبعا ما اشغال اختارها مثلا حاجة كده اضك فطبعا هتطلع الصورة اجمل بكتير طبعا بس هتكون ايه هتاخد تباتقيل شوية بس طبعا تقول ما انت بتزبط في الخامات كل ما شكلت لماك احسن فيه تكييف هو فوق طبعا كأنك يعني ماشي في لعبة من ضمن العديد او فيه ممكن التكييف اللي همستعملينها دلوقتي ايه اجري اللي بتاع التكييف الحيطان الاتيب تاع الكهربا تبدأ تشوفها تضايق الواحد وماشي ولا لا اصبح tanto اقل السخطين اجري هنا هنا اختار ابدا اختار بدا الولك ثرو سأقوم بقى الفريم ما كلها ولا أريد الفريم معايي من كذا لكذا فممكن أقوم بقى الفريم عايز تختار اني في جوال ستايل ممكن أقوم بقى ريليستيك بس ياخد من الوقت كتير قوي تمام هكتب لي الثانية كام فوق ماشي أقوم بقى وأبدأ خرج الملف ده يخرج لي API أقوم بقى وهيبدأ يخرج الملف كل API ده بالنسبة للولك ثرو تمام طيب حد عنده يسأل غد الوقت لأي حاجة من ريفت من ريفت